موسيقى ماشي هنكمل ان شاء الله هنكمل احنا وصلنا الموضوع التكيكارديا والبراديكارديا بس الدكتورة بتقول لنا انه في فرق بين ترياج الاميرجنسي او ترياج الحوادث يعني وعندنا في الرعيات احنا عيام البراديكارديا اللي تكلمنا عليه ده مش هنرميه يعني بس ايه انا كنت بسأل ميل لسؤال في ترياج الحوادث ترياج الازمات والترياج الازمات والمصائب يعني تمام فاحنا انا كنت بس قل ميل لسؤال في الحتة دي علشان نقول حتة ال الربيرس والشوك تمام ونقول معها حتة ونقول معها ان احنا ازاي نعمل اصلا الترياج ده موضوع كبير ان احنا ازاي بس ايه نكونترون شغلنا يعني ما بقاش بشتغل كده هبازر دي كل حاجة في اي حاجة فنبقى احنا ايه بس منظمين في فكرنا ونقول حتة التكيكارديا نلفت النظر ليها ان هي مهمة علشان خاطر الهارتفيريال ان هو يحصل للعيان تمام وان احنا بنجو اجانست الهارتفيريال ده بان احنا نزود ميلي جراعات الاس وساعات بنزود معها جراعات مين السبيرون والاكتون بنحطه يعني حتى لو العيان لسه مش ادمتس ولا حاجة بنحط برضو السبيرون والاكتون لان هو بيشتغل بنفس طريقة الاس وبيساعدنا برضو في انه يقلل الريمودلينج ويحسن الكارديا كونتراكتيل البراديكارديا خلاص بقى خلصنا الموضوع احنا قلنا هنتكلم دلوقتي عن مين عن الريت كنترول في عيانين ايه الاكيوكراي سندروم عن مين عن الريت كنترول صح؟ داي ما قلنا مبارح الريت كنترول في الـ AF وقلنا اللي احنا لينا تارجت في العيانين دولة النهاردة برضو احنا لينا تارجت في الهارت ريت بتاع العيان الاسكيميك اسكيميك العيان الاسكيميك احنا بنتكلم عن الهارت ريت تارجت احنا بنتكلم عن الهارت ريت تارجت حد يعرف التارجت بتاعنا كان في عيان الهارت ريت غير بتاع الكارديولوجي بقى ما يقولوش لا حضرتك ولا الدكتور حد يعرف احنا الهارت ريت التارجت هارت ريت بتاعنا كان في عيان اسكيميك اقول ستين سبعين ستين سبعين ماشي؟ طيب احنا بنقسمهم برضو العيان لو هو قاعد كده وبيعمل على فكرة الكلام لوحده يعني متكلم عادي كده كلام سهريتنا مع بعض دي ده اللي هو العيان اللي قاعد ما بيعملش حاجة قاعد بيشرب شاي اه بقاعد في البراكونة شوية طلع در واحد سلم براحته تمام؟ ده اسمه فالعيان وهو قاعد كده في بتاعه ما يزيدش عن ستين يعني عياننا في الرعاية اللي هو قاعد على السرير في الرعاية واحنا بنعالجه من إسكيمي كارتة إزيز لو احنا عاملينه كويس يبقى ما يزيدش عن كام؟ عن ستين بير مينت ده عيان مين؟ المايلد؟ ماشي؟ عيان المايلد؟ ميزيدش عن سبعين تمام؟ عيان المايلد؟ السبير تمانين اللي بتكتب تسعين نسوها حتى الكتاب يكتب تمانين يبقى تمانين إلى تسعين تمام؟ يعني ايه؟ يعني وانا حد عنده إسكيميك هارت ديزيز وباخد بيتا بلوكرز طلع طلعت دوار مرة واحدة يبقى لازم نهاية الدور التالت نحط إدنا على البالس ما نزيدش عن تمانين خمسة وتمانين ده يبقى اسم العيان كده والبيتا بلوكرز ده كده العيان كنترولد ليه؟ لان التاكيكارديا نفسها بتدخل نورمال هارت في اسكيميا ساموها الرلاتب اسكيميا كلنا لو زي ما انا مثلا كده دلوقتي اشتغلنا شوية عملنا شوية جرينا كذا حصل لنا شوية التاكيكارديا بتدخل لنا في اسكيميا الدمان دي بتاعي أعلى من ايه؟ من المتاح فده اسمها اسكيميا فده في النورمال فما بالك في الاب نورمال العيان اللي أساسا عنده أكيد كورياني سندروم اللي عنده ستينيوزيس فاحنا عايزين نثبطه على الأرقام دي ده رجيت هارتريت بتاعنا هارتريت بستين على المودرت ايفورت بسبعين على السيبير ايفورت من تمانين لتسعين بالعافية بس ما يجبش الميات يعني تمانين خمسة وتمانين حلوة يبقى العيان كده اسمه ايه؟ ويل بيتا بلوكد عندنا بروتوكول اقولك انا ازاي اعرف ان انا عياني كده ويل بيتا بلوكد ولا لا واحنا في الرعاية في بروتوكول كده كنا بنعمله في الايه معايزين انت بتعملوه دلوقتي ولا ايه الاخبار ان احنا العيان بنقعده في السرير كامل مرتاح تماما حتى الحمام لقى مدة تلاتيام الاولى اللي هي تلاتيام الاريتابيليتي الاولى بعد تلاتيام بنبدأ نحرك العيان هيبدأ يتحرك اهو بيتحرك على كورسي يروح الحمام بنقعده على الكورسي يعني كنا بنعمل الكلام ده بنسوفي العام وكانت مستشفى يعني كانت زبالة وقتها دلوقتي صرح ما شاء الله فيها قسطرة وفيها ايفي اس وفيها حاجات رائعة جدا الكلام ده من سبع سنين بالضبط كنا بندخل العيان على كورسي بعجل يدخل الحمام ليه بقى؟ لانه مجرد انه هو يمشي ويعمل ايفورت بيدخله في سيفير اسكيميا وفيها يعني كان بيجي لهم فيتاك عشان راح الحمام ماشي على رجليه بعد كده بنقعده يوم على موضوع الكورسي ده بعدها بيوم نبدأ نحركه ايه؟ على رجليه يتمشى قبل ما نروح العيان لازم نتأكد ان هو بيقوم من على السرير يمشي في الرعاية بيروح الحمام وبيرجع على رجليه بدون مشاكل ايه هي المشاكل اللي بتحصل؟ حكتين يعني بيجي له سيفير تاكيكارديا او بيجي له تشيستي بين او بيجي له ايه؟ أرثوستاتيك هايبوتينشن العيان اللي بياخد من ضمن مشاكلها الأرثوستاتيك هايبوتينشن اول ما العيان يقوم يوقف يحصل له ايه سيفير هايبوتينشن ويروح واقع فاحنا علشان كده بنمشي العيان ياريت النظام ده نرجعه تاني يعني اللي ما بيعملوش يعملو لانه ده تمام هو ده كلام ايه كلام الكتاب وهو ده الصح احنا ساعات بيبقى العيان خلاص وجميل كنا قبل كده بنحاول على طول على اسم الباطنة اه دكتور محمد ميشي ولا ايه؟ ميشي؟ كنا قاعدة عندنا ثلاثة اربعة ايام نقوم حاولينه على اسم الباطنة يتكلم من الكورسس بكا عبنات كان فيه نوعين من العيانين بيتلخبطوا ثلاث انواع من العيان بيتلخبطوا عيان اكيو كوريني سيندروم وعيان الديكي ايه يطلع فوق يومين ينزلن له بديكي ايه تاني وعيان الهارت فيلير طلعناه بعد الفنور ايديما وتزبط وتوضب ويرجعناه بعد ثلاثة اربعاتين فنور ايديما برضو ليه؟ عشان هما برضو كان اللفعونهم يعني يا بصراحة الاسم عندهم زحمة والدنيا زيطة واللود عليهم الكبير فما بيرعوش التفكات دي مع العيانين احنا عايزين ايه؟ لأ عشان كده عملنا فكرة عملنا هو بصراحة يعني انا روحت الرعاية العادلة دي بقيلة اربع سنين خدت منهم سنة اجازة كانت رجلها مفسرة يعني ده مستشار وزير لشؤون الرعاية العجلة والطوارئ الراجل ده أستاذ رعاية عجلة في عين شمس أستاذ رعاية مركزة في عين شمس وهو مسك الرعاية العجلة مستشار وزير ليها فهو راجل فهم ايه؟ المطبخ ازاي والعينين والبتاع ما كانش قبل كده ده موجود هو بصراحة عمل شوية حاجات حلوة كتير يعني في الرعايات من ضمنها الانترميديات يعني احنا كنا بنشتكي ان احنا نطلع العيانين على اسم البطن عشان اللي عندهم فالعيان يتدهول فعملنا الانترميديات اي سيو دي هي اللي بنتبع فيها مين بقى عياننا انت خلاص كنترول دي العيان في اول تمانية واربعين لاتنين وسبعين ساعة بنحاوله على الانترميديات عشان انا محتاجة سرعي الاي سيو فبفاض ضيبة وحاول العيان مده مستيبل بحاوله خلاص على الانترميديات وايه؟ ونشتغل معاه بالطريقة دي لازم بالمونيتور العيان الاسكيميك لازم نمونيتور الهارت ريت بتاعه افري دي افري دي ولازم بعمله طول ما هو قاعد عندي اي سي جي كل اتنشر ساعة ده خلاص بعد ما استقر اي سي جي كل اتنشر ساعة صبح وليل ده لازم ولازم نبص عليه يعني ما اكتشفش ان احنا عملنا وحطناه في التذكارة بنبص عليه عشان نشوف الايفكت اوف ونشوف الاريزمية ونشوف الحاجات اللي العيان ممكن ايه يدخل فيه فدي من الحاجات اللي ايه احنا بندور عليه والله برضه يا جمعان نطلع بس براك كلام ثواني كده المجهود والايفورت اللي بتاعه انا لسه حد اول مبارحة اللي قال انت بتعملي ايفورت عالي جدا جدا في مقابل ما بتاخديش فلوس تقريبا فليه؟ ربنا سبحانه تعالى ايه؟ بيديها في حاجات تانية انا اخويا مثلا خد انا عنده مزرعة دواجن هو رجل مهندس ولا له في الدواجن ولا له في البطيش ده دخل شريك في مزرعة الدواجن وعارفش عنها اي حاجة اللي عمل بتاعهم بيتجوز واخد شهر اجازة ام هو ايه؟ رايح عشان ملاقيهش عمال اكتشفنا بعد كان موضوع عمال الدواجن دي حاجة صعبة يعني لهم مش موجودين فهو راح قعد في المزرع هيتعاموا الفراخ جاب الدواج وراح فتح الكيس بتاعك بيديك ايه فتح الكيس في البرميل اولا حد قعد مع اول مزرعة في الجبل ولا احنا عارفين ولا اي حاجة خد الدواج اللي بتاع اللي طالع ده هو شمه راح واقع فضل واقع في ده كام خمس ساعة ورس ولا احنا نعرف ولا امراته في البيت تعرف ولا اي حاجة في واحد عايز طلبية فراخ فبيكلمهم من الضبر هو واقع الساعة 12 الراجل ده عايز الطلبية من الساعة 12 راح لشريكه بقى كان ابن عمنا عايز طلبية طب بعد العصري طب بعد المغرب المهم راح قوله امتى بعد المغرب بقى اكتر من ساعة كان هو واقع بقى له خمس ساعة ورس كلمونا طبعا سيانوزد بقى وبتاع وهم محدش يعرفوا في الجبل يعني متضماش كان ممكن اي حاجة بقى عقارب تعبين اي حاجة انو هم هم راحوا عشان ياخدوا الفراخ لأوراق مرمي على وشه ووشه قد كده وصيانوزد والدنيا وحشة كلموني بسرعة احمد تعبان شوية واحنا رايحنين للمستشفى تعبان شوية دي على مواصل المستشفى كان بينه وبينه ساعة وخمسة بالضبط جرينا بالعربية كلمت انا كان الموجود حد من زمين كان مشري في الاي سيو دي كان مدرس في بانسوية فكلمت وقال لي بصي انا ااسف اقولك انه الجلسكو ما سكيل بتاعه اقل من تمامين انا ااسف كان لسه متجوز بقى له ثلاث شهور فجرينا طبعا والتاع والدنيا دي قعدنا عملنا كل حاجة السيتي برين فري السيتي على الجسم كله كله حتى الفيمر حتى بتاع فري كل هدوم وشوفته باسم كله بنفسي على مطرح ارصى عبضة اي حاجة فري مفيش اي حاجة ولا تشست اي مشكلة اقولهم خلاص احنا طبعا احنا ما احناش عارفين اللي حصله ده احنا شايفين واحد وشه كان قد كده وازرق ومخنوق ومرني وما احناش عارفين اللي حصل طبعا احنا كده غالبا بنتعامل مع سم وما احناش عارفين السم ده ايه لا سم بتاعبان سم عقرب سم حاجة هو كلها الله اعلم بس هو سم و احنا بالفايت اجنستايت وما عندناش وقت ادينا اتروبين في الساعة دي قبوة تلاتين امبول اتروبين علشان ناخد الريسبونس بتاعة الديليتت فيكسي بيوبل والتاكيكارديا حصلت التاكيكارديا وما حصلش الديليتت فيكسي بيوبل يعني عبار ما وصلت له حتى مش ديليتت بيوبل تمام؟ فاحنا مش عارفين احنا بنشتغل فيه دي كانت من ضمن الازمات اللي حصلت في حياتي وامرطة عايات واخواتي عايات ما يفعله الله سبحانه وتعالى احنا راضيين به كله ده تعمل هننقله بقى كنا في مركز الوسطى وزي فارسكول مثلا هننقله لدميات مسافة 35 كيلو بالعربية واطلعنا بالعربية مجهزة باي سيو بفينت وكان على فينت بقى وتيبنا وعملنا كل حق بقى ساطر وبتاع ورايل وكله وغسيل معده وكله فاق ازاي بقى واحنا ماشيين واحنا ماشيين سواء الاسعاف ربنا يعمل بيته كالمطاب والله كالمطاب فراح هو عالترولي اتهبت في المطاب وراح مفتح عين بس واحنا قعدنا اكتر من ساعتين بعملين نحاول بكل ودينا مصلة عقربة ومصلة تعبان ودينا محللو وبقى تجهز دم لان انا برضو بقى خاف من حاتة المسهمة والحاجات اللي احنا ما احناش عارفينها هي ايه اصحابنا معامل عملنا كل حاجة في ساعتين اقل من ساعتين ومصلة ونو ريسبونس وجات الريسبونس على المطاب بالسواء فدي من ضمن الحاجات اللي ربنا بيدينا فيها يعني احنا لو اكتهادنا مع العيان وعملنا اللي علينا ويعني وقلنا يا رب ساعدنا ربنا مش شرط يديهننا فلوس ممكن يديهننا ايه؟ ما عملنا بقى كل حاجة بقى بعد فتك بقى خلاص وعرفنا هو لما فاء هو طبعا فاء مزهول مش عارف ايه خرطين من كل حتة وانا بضغت ايه؟ طب انت شايفني انا مش عارف هو اصلا شايفني املا مش شايفني طب بس لو شايفني بربش لي كده بعينك اعمل لي كده فرح اعمل لي كده قلت له بصي خلاص اعدت انا بقى كان معي في الاسعاف واحد زي منا جبت والله يعني التاني من بيت ومزلته اعدت خلاص كلمتهم قلت له هم فاء بعد ما رحنا بقى المستشفى وفاء قاعد خمس ايام هو ديسورينتت خالص لانا مش فهم ايه اللي حصل له بقنا ايه فهموا الدنيا وحصل كذا وكذا قال لي انا اخر حاجة فاكرها ان الظهر قد له بعد كده انا معرفش ايه اللي حصل فدي كانت من ضمن الحاجات اللي لما حصلت معينا شخص انا وانا رايحة في العربية انا كنت خلاص يعني احد بيقول لي اخوكي اقلي من جلسكو تمانية وخلاص انا اسف فانا رايحة على كده اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه كرمنا فيها ودي طبعا لا تقدر بفلوس يعني انا لما قعد اتفكر طب هو احنا مسلا عملنا ايه كويس عشان ربنا يكرمنا كده يمكن يكون عيان ساعدنا يكون عيان عملنا له الكنترول اه عيان بدينا له ماريفان صح عيانة عملناها بحاجة كويسة مو حاضر يتقرز يعني فكارة الحاجات دي انا بدي المحارات دي وانا معي الفيرست على فكرة يعني بس كنت بعملها كده يعني ودي بيني وبين صحابي كنا نجيب الجماعة بتاعوا التأمين زي هيبة كده وبتاع العام يوم الخميس نقعد في التأمين ويوم الحد نقعد في العام كده لحد ما نخلص المانها كله فيعني الحمد والله دي من ضمن الحاجات اللي اللي ممكن ربنا سبحانه تعالى يدينا فيها ولا تقدر بتمام انا عدت تخيل ده لو مات مثلا مراته دي كانت لسه متجوزة وحامل بنته دلوقتي ما شاء الله خمس سنين اهي فاحنا من ضمن يعني فعلا من الحاجات اللي انا دخلت كل نحمد الله ونسأل الله القبول انا دخلت كل مع ان انا يعني الحمد الله كنت شاطرة جدا كارديولوجيست كنت شاطرة وكنت بشتغل انا عاملة الف حالة استرس اي سي جي في تلات سنين وما كانش لي يا سينيور علمني اي سي جي ده بمناسبة الناس اللي عايزة تتعلم جاهدوا انتوا جاهدوا انا عاملة الف حالة وانا لسه متحنا السكن ده قبل كمان ما ناتيك تتباني فالحمد الله وكان بيراجع وراي دكتور عصام بليغ اشتغل خمستاشر حالة وبعافلوا الاي سي جي هاد بالميل يقول لي اه اوكي صح اتباعي فمن ضمن الحاجات اللي هي ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني بيساعدنا فيها فياريت ان خلي بالنا متكددي لان الكير دي هي انت ممكن تدي ميديكيشنز صح وتعمل عياء كله صح واتقص طرعان وحاجة زي الفول وانعاني يموت منك تاني يوم لمجرد ان هو امرح الحمامة وحصلت وكان عندنا عيانين باما الانتيريور بازاي واننبه يا جماعة ما يقومش العيان على رجلك ما يقومش على رجلك وحصلت فعلا والعيان راح الحمام وفعلا قرسته في فيتاك الدكتور لسه بيقول لي الكلام اللي قلنا بارح بتاع عيان الفلفلور الفلفلوري بلايسمنت لما قلنا ما يشمش بيقول لي فعلا عندهم عيانة نيسة وكت عاملة اورتك وغيرته ودخرت في عملية وبعد ما خرجت نزفت فدوها الترانيجزاميك اسد واستجد بالب فعلا فشوف هي عاملة بروستيك بالب ودخرت عملية وطلعت وربنا نجاها بس الحتة دي هي اللي ايه فاحنا يعني انا بقى تسترس جامد قوي قوي على الحاجات اللي هي شكلها بيبقى مش مهمة بس لا ده هي ده اللي بتتموت العيان يعني لو عاناش ريت كنترول كويس عانا هيخش فارتيفليا فبدا متلما عندنا سليم ومعافع ويمارس حياته بعد كده هيدخل فارتيفليا هنقول ان شاء الله كل ده ال اي سي جي احنا كده اتكلمنا تقريبا خلصنا كل زيطة ال اي سي جي كلها كلها تمام هنخش على مين بيننا حاجتين الانزايمز هنقولهم بسرعة وهنخش بقى على كريزة التورطة اللي هو المانيجمنت نعمله ازاي عندنا الاول في حتة كده ايه هما كتبينها في الجيدلاينز جديدة جديدة الحتة بتاعت الميلي متراضي انا بحب اقولها احنا اختصرناها في الاول قلنا هم اتنين ميلي في وواحد ميلي في والرايح نفسنا بس هم رجوع وصفوها قالك عايز في اتنين وثلاثة وان ميلي في اتنين وثلاثة تمام اتنين ميلي في الرجالة اكتر من اربعين سنة اتنين ونص ميلي في الرجالة اقل من اربعين سنة ليه لان الاقل من اربعين سنة دالوريس واحد ونص ميلي في الفيميلز الناتليس اتنين دس لاكت نسية mer مثل الايثي جي اتنين اي اي عيل اتنين يقول لك two leads for two beats. يعني ممكن تحضر تشيست في بيت واحدة. ما دررت الزباب. احنا عايزين two leads. two success leads. يحضر فيهم ايه? البتاع دي عايزين يعني ايه? تمشوا عليها ماشي. مش عايزين تمشوا عليها نسوها. وخلينا ماشينا على قعدة اه اتنين ملي متر في ال chest leads. والملي متر في ال inferior leads. ماشي كده? هنقول كده ايه بقى دلوقتي? ال enzymes. صح? ها? لا مش تمام. عشان فيه حاجة اهم من ال enzymes لازم نقولها الاول. دايما بحب احط حاجة اسمها ايه? special concentrations. special concentrations دي بقى تبقى اهم حاجة في الموضوع. دي اللي بتوقعنا بقى كلنا. دي اللي بتوقعنا كلنا. ايه بقى اللي بيوقعنا كلنا? بيبقى فيه حاجات rare انها تحصل. بس بتحصل. rare وخطر. rare وخطر. اهمهم اهمهم احنا كدبين تزا حاجة. اهمهم من? الاكيوت. st elevation with m i in presence of lift bundle branch. ايوان. ال m i اه من ضمن سبشر كنسر هنقولهم بسورة. new onset lift bundle. عندنا حاجة اسمها new onset lift bundle. يعني ايه? احنا هنزار فين lift bundle بتحصل على العيان. تمام? وبيعش بها cronic وخلاص وما فيهاش مشاكل يعمل. عادي. العيان عايش بها. مشكلة lift bundle حكتين. حكتين. اولا سببه. احنا عايزين نعرف سببه. سببها ايه هو 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 سبب ischemic فانصلحه. بس حتى لو صلحناها هي lift bundle باطت خلاص فها مش هتتصلح. المشكلة التانية ان لو العيان اللي عنده lift bundle عادة بهرت بلوك بتعليه ضربة. زي ما قلنا الدايباتس في الهايبرتنشن بيعله الريسك او الريسك استراتفكيشن العيانة اكيد كروني سنجرون ضربة. اللي ايه اللي عنده فيلست دي جري بتاع مبارح. اللي قلنا ممكن ياخد بيتا بلوكرز بلو دوز وانتبعه. مش قلنا كده مبارح. لو دخل معا lift bundle ودوارب بيحصل. يبقى ما ياخدش بيتا بلوك. تمام? ويبقى نعتبره second degree مش first degree هارت بلوك. العيانة بو second degree هارت بلوك. من اي نوع. ما بستايب وان او او دو. ودخل معا lift bundle. تمام? ما بنسميه second degree بنسميه try physical block. يبقى العيان دخل في جريد اعلى. ماشي? يبقى الليفت بانضل بتعلي جريد بتاع الهارت بلوك عشان هي عشان كده هي مهمة. شايفون معاك رونجة فيها? ده الفيرست. يعني بتكلميه try physical. try physical? على حسب هي جاية ايه? اه مش شط. اه اه اه. الليفت بانضل. ممكن يحصل قدامنا دلوقتي. وانا شفتها مرة. يحصل قدامنا حالا دلوقتي. الليفت بانضل بتحصل للعيان دلوقتي. ال new onset اللي احنا شايفينها بعيننا دلوقتي بتحصل. كان جايلي عيان بالشيست بين. تمام? عملنا له ECG. طرع في ST elevation. وبعدين ال ST elevation اللي اختفت. لقينا الليفت بانضل بتاع ده بتاعه بيوسع 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 بيوسع. الليفت بانضل بتر. ان كان بيحصل قدامي عدينا. وكان عام في عنا كستنسيب انتيروة خد استريبت عليها بس رجع بعد كده دخل فقرط فية له القصة. والله يرحموا يعني. فا اه. انيو انست لفت بانضل لوحدها. يعني او هي لفت بانضل لوحدها من غير ST elevation من غير حاجة. بتعتبر ايه? استي إليبation MI. نتعامل معها لان هي استي إليبation MI. انيو انست لفت بانضل. طعام المعاملة الاستي تي إليبيشن اما اي. دي اول حاجة. تاني حاجة هنرجع ليفت باندل تاني هنقرب معنا شوية. البوستيريور اما اي. احنا قلنا ان احنا ايه لما لما تكلمنا عن عن الام اي قلتلكوا هنقول عن نوع بيجي مين؟ مع عيانين البوستا اوبراتف. صح؟ فالبوستيريور اما اي هو النوع ده. نوع كده بيجي للعيانين اللي بيدخلوا عمليات ويطلعوا. سواء عمليات دي كارديك هو كومن مع العمليات الكارديك. بوست كابج بوست بالفر بيس مينت ده كومن. تمام؟ وساعد سجله ان هو ممكن يحصل مع رعيانين اللي هي النور بيحصل معاك في السيريور اما عمليات. بنعرفوا ازاي احنا في الاي سي جيل في السيريور ايه معاي ده؟ بيعرفو ازاي؟ ايوه استي دي بريشن فيه؟ استي دي بريشن فيه واحد واثنين وثلاثة ممكن واحد واثنين وثلاثة ممكن واحد واثنين وممكن. معاهم ثلاثة. تمام؟ وايه كمان؟ وايه كمان؟ احنا اتفقنا بي واحد شكلها الطبيعي اقوم. صح؟ ده شكل فيه واحد طبيعي. صح؟ وشبه هتين وثلاثة شبههم برضو. ده شكلهم. طيب. شكل فستيريور اما اي. بيجي ازاي بقى. الفستيريور ده حتة للناس اللعيبة يعني. بيجي ازاي فستيريور اما اي بقى. هو بنعمله معاملة الاستي تي إليبيشن اما اي. بس هو بيجي باستي تي دي بريشن. عشان هو كوستيريور. والاستي جي بتعمل انتيريور. فبنشوفه بالمقلوب. هنشوف ازاي. بنشوف شكله اي بقى كده اهو. طول ار كده. ماشي. وستي تي اي بريشن كده. في بي اي. واثنين وثلاثة. تدينا شكل شبه شكل مين. بيجي بيجي فيها استي تماما. نفسنا عادي. شكل شبه شكل مين. الار في اتش. شبه شكل الرايد فينتريكيلر هايبيرترو. يبقى حد يفكرني يقولي الرايد في الاطفال في الاطفال. تكتبهين عشان ما ننزل هايبش. يبقى داي يبدينا شكل مين. شكل الار في اتش بالزبط. طبعا انا عرفهم ازاي. يعني اعرف ازاي. انا عندي اي سي جي في طول ار في واحد واثنين. وستي تي دي بريجان في بي واحد واثنين. اعرف ازاي. انه هو كستيري اما اي ولا هو ار في اتش. ها? التي ويف. مش مقلوبة. ها? ها? فيه استيشييشن. مافيش. ها? كستيريو الاي سي جي. ازاي. هنعملو من افرق عيان؟ يعني اللي هايبت ناظري. ايوه. في اسي جي بيتعمل من ضهر العيان وفي اسي جي بيتبلع. بس مش هي دي. ازاي افرقهم ازاي؟ 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 اس رييشيو. تمام؟ ايه ال الار اس ريشيو؟ نسبة الار الى الاس. فيเار الوكس. في فيه ايبير تروفي. في الار البي هي menor USB. نسبة دي مابتعديس واحد. دائما الار اقل من الاس. ليه؟ لان هوا اساسا بجصف اين واتنين. الارervice الصغيرة جدا. فتطول مهما تطول في الوكس لكن الار على الاس اقل من واحد. واحد اقل من واحد. يعني قسامك هتلاقي فوق 8 مربعات صغيرين وتحت 10. اقل من 1. تمام؟ في البستيري الام اي لا. الار بتبقى مجنفايد قوي. فالنسبة زيدة عن 1. ماشي؟ يبقى احنا لو شوفنا ار في اتش باتر. ابص كده على الار اس باتر. ما احنا مش عارفين هو ايه. انا شايفة طول ار و اس تي دي بريشن. تمام؟ اروح بصة على مين؟ على الار اس ريشيو. لقيتها اكتر من واحد. يبقى غنيبها عند ايه؟ البستيري الام اي. اساس بيكت ات في مين؟ ما مش كل الناس ماشيب البستي. اساسبيكت الام. ولو وواحد رفيع ممكن القاعدة بيفتختeen. اساسبيكت مين؟ في العيان. اول حاجة عيانين البستيرجري عشان. طب نقولها بعد ما نخلط. عشان عشان. عايانين البست كارديا Froalnya يبقى الساعة عموما و ساعات Оبراتيف عموما يعني واحد داخل مراره برضو ويمكن يحصل له من الاسترس تمام؟ او العيان Aristarヤبة كارديا معاك inferior MI. كما ممكن قوي يجي معاك يا رايد فانتريكرر MI يا posterior MI. احنا اتفقنا المجموعة دي مجموعة مين؟ لعيبة. زي مجموعة المانيا كده. فانتم نازم كل الدقة دي تبقى عندكم. ما ينفعش متعرفوه احنا. البosterior MI لو واحد معاك inferior. انفيريور اصلا. يعني احنا بنبص في الاسي جيلي اينا انفيريور. ولقينا الشكل ده في الانتيريور. تمام? يبقى ده posterior MI معاك. تمام? وحنا احنا كنا اتفقنا ان الانفيريور دايما هنعمل معا ايه? راية ليتز. هنقلب بقية الليتز اللي اربعة في واحد واثنين مكانهم ونقلب اللي اربعة بتانين. هنلاقي استيتيلي في واحد واثنين متاق يبقى ده ايه? يبقى ده راية ليتز. اي سي جي. كلمتين. القستيريور MI نحمض الله. ما بياخدش ستريبت. ما بياخدش ستريبت. تمام? لسببين. السبب الاوليين هو اساساً كومن في عالم POST OPERATIVE. والعالم اشتريبت من العملية دلوقتي وهسيح دمه دلوقتي. فمش هيح. طب ولو هو ايزوليت كده لوحده ما بديش برضه. ليه? بيجي في ارية صغيرة. في ارية صغيرة جداً. وغالباً لها بلاطسها بلاي تاني فبيتحسن. فاثيه? غالباً ما بديش عالتسيريور MI ايستريبت. تمام? الا لو استيشياتت بانفيريور. لو استيشياتت بانفيريور. انا بدي عشان خاطر الانفيريور ذات نفسه يعني. تمام? دي التكة الاولى. التكة التانية في عينين الانفيريور. عيان الانفيريور اللي معاه راية ventricular infarction. علاجه ايه? فليويد. فليويد. خالص. عيان الار في بقى? الار في انفيريور راية ventricular infarction. ما بيشمش مين? النيتريت. ما بيشمش النيتريت. ليه? لان هي فاز وضيليتر. النيتريت. النيتريت بيشتغل بايه? بالباور بتاعته. عنده عضلة كبيرة تخينة زي ما قلنا من واحد نص اتنين سنتي. بيشتغل بايه? النيتريت. لا ده راجل غالبان كده. نص سنتي. الولد بتاعه نص سنتي. ماكسيمم واحد سنتي. هو بيشتغل بستارلينج لو بيتنفخ بالدم. فيقوم ايه? مفضين. لو حصل الار في انفيريور هو بيفقد الباور تمام. فاحنا بنشغله بالفليويتز. ده بقى اللي بديله فليويتز وما بديلوش مين? نايتريت. خالص من اي نوع. تمام? طيب. لا يعني لا ياخد دي نايترا ولا ياخد باتش ولا ياخد تريديل اي بي. على ذكر التريديل. من العيان التاني اللي ما بياخدش تريديل عندنا? ها? غير الار فيبا? السلدنافيل. العيانين بتوع السلدنافيل اللي هو بتوع الفيابرا. وده سؤال لازم نسأله. وما في مش لكسوف ولا عيد. بس يعتمد على كيفية السؤال. عيانين اللي من اي اه انفيريور انتيريور رايت ليفت اي حاجة. اني ميل بيشنت. اني ميل بيشنت. هو ميله? خلاص. جاينا بامة اي. اني ميل بيشنت. جاينا بامة اي. متجوز او مش متجوز? متدين مش متدين. احنا بنسأله. حضرتك واخد فياجرا? فهيقول لنا ايه? لأ. لأ ما انت لو قلت له اخد فياجرا يقول لك لا. ما في المية. تمام? فاحنا ما بنسألش كده. هو اولا هو كونو ميل بيشنت. جاينا باكيوت كوروناي سندروم. لازم نسأله عن السنجنفيل. لازم. تمام? خارج دكتورة طبيبة بنت. وانا طبيبة بنت. انا كنت باسأل. لازم. بس لازم نسأل ايه? بشيات. عشان ناخد المعلومة. وما نحرجوش. خلاص دلوقتي انت عندك جلطة في القلب. الجلطة دي موضوع مهم ومحتاج ادوية معينة. احنا عندنا دواء. لو انت واخد اي نوع من انواع المنشطات. وخدت الدواء ده ممكن بعد الشر يتموت. احنا مش عايزين ده يخزن. حضرتك بتاخد اي نوع من انواع المنشطات. يقول لك ها? منشطات. يعني ايه? يعني ازاي? يقول له في اي حاجة منشطات بتاخدها? هيقول لك يعني زي ايه? ممكن يقول لك اه ويعترف على طول. في ناس شوية. تقول له في حاجة اسمها الحباية الزرعة. او اسمها الفيادرة. هي او اخواتها اللي شبهها. وفي بقى انواع كتيرة منها. هي او اخواتها اللي شبهها. حضرتك واخد الموضوع ده النهاردة. النهاردة. في الاكتاك. هيقول لك اه لو واخد. لو احنا سألنا كده كلاية ايه كده هيعترف. تمام? فهيقول لك ايه واخد او لا مش واخد. تمام? لو قال لك واخدها يبقى ده ايه? ما يشمش مين? النايتريتز. ما يشمش النايتريتز. لو شمها هيحصل له. ده هيموتينشن وهيموت. تمانية واربعين ساعة قد استمعنا تمانية واربعين اتنين وسبعين ساعة. تمام? لو شم التريديل في الوقت ده هيموت مننا. فاحنا ايه? مش هنغفل السؤال. لازم نسأل. وياريت يعني. ومن غير مش قدام اهله بقى. مراته بقى يروا فيه اهوة هادل بتاخذ بقى يجرأ? لا مش كده. لا فعلا. بسيه ناس بتعمل كده فعلا والله. وبتبقى مشكلة جامدة. لان بموت العين هو مش دريان. انت لو سألتك عمره ما هيعترف. وهتديله التريديل وانت قلبك من تحت والله بيشموه. يقع ومش هتعرف. حط له بقى دوبامين ونور ادريلين لحتى بكرة. مش هيعلى ضغطه. خلاص. تمام? ده الراحة كده. مع العيان كده. حتى وحنا يعني كان واسا بيجيلي يعني كده. وانا بكشف كده. اهو. اني ميل بيشنت. اني ميل بيشنت. يونج ايج. اولد ايج. متجوز. مش متجوز. دقنه قد كده. مالوش دقنه خالص. ما ناشدعه. هو كونو ميل. يبقى هو عرضة للموضوع ده احنا مش هنتدخل في سلوكيات الناس. احنا دينا نعليج اصدقه هو مع نفسه ومع ربنا. لكن انا مدام وصلي لازم اخد ايه? داتا عن الموضوع ده. انا الحمد لله احنا يعني ما يعني الحمد لله مجتمع متدين وعندنا وكده. بس لازم برضو نسأل ده في ناس بتنوت فعل. فلازم نسأل على ايه? مسلتنا فيه. اتنين ما بيشموش بتاع الفياجرا وبتاع مين? وبتاع رائد منتريكلر انفاركشن. تمام? وعشان نقفل بقى حتة الدراكز خالص بقى في دي ما نرجع لهاش تاني. عندنا فيه عيان ما بيشمش مين? البيتابلوكارس. كده يبقى تاني عيان النهاردة هنقوله ما بيشمش البيتابلوكارس. احنا قولنا ناوال بتاع البلنزيميتال انجاينة بتاع مين? البازوس بازنة. العين التاني مين بقى? اللي مش هيشمي البيتابلوكارس. لا احنا اتفقنا عليه مبارح بقى خلاص. لا مش البيتابلوكارس. البيتابلوكارس ما بتديله لو احنا محتاجينها نديلي البيتابلوكارس. تمام? الكوكين. العيان المضمن الكوكين. تمام? عينيه الكوكين والكوكين حاجة موجودة ومشهورة يعني والناس بتدمنها وكل يعني. عيان الكوكين. طب احنا عراكروه زي? نسألو برا? مهو حظو ان هو Mand patient. حظو ليس وجه ؟ ان هو Mand patient وجاله اما akoi. فاحنا هنسأل". بعد ما نسأل على قصة المنشطات نسأل على ايه؟ على المكيفات. طب حالك بتاخد ايه؟ معو لازم. مو هيموت. لو ماسألنهوش هيموت. فكفايا انو متناثل على عينه ممكن يكون ي RAM مدمن ونانموتة كمان. يعني هو خليه موت براخته بس باعاد عن لنا. فاحنا ايه؟ اه مش نسأله اي حاجة من المنشطات بتاخدها ولو محتاج توضيحه انا هنوضح ازاي وبيننا وبين العيان ونسأله كده بالراحة ونفهمه احنا ليه بنسأل انا مرة عيان سألني طب هو انتي ليه يا دكتورة بتسأليني طوله علشان حضرتك عندنا دواء بتاخده يريح لك القلب ويهدي لك الوجع بس لو خدته وانت واخد الحاجة دي هتموت فقال لي اه واخد خلاص هو مش عايزه السؤال التاني عن ايه عن الكوكين هنقول طيب حضرتك هو قال خلاص عن فاجرة لا او تمام طيب حضرتك بتاخد اي حاجة من الحاجات الحلوة دي اللي بتصحصح الدماغ كده المكيفات مرة واحد قال لي اه بشرة بقهوة قلت له لا انا بشرة بقهوة مش هي دي لا حضرتك اي حاجة فيه الحشيش وفيه البانجو وفيه المورفين وفيه الافيون وفيه الكوكين حالك بتاخد حاجة من الحاجات دي تسألش قبل السؤال مباشر لو سألتي مباشر مش هتقد اجابة فيه حق البانجو الحشيش الكوكين المورفين الانفيتاميز عشان التاكيكارديا فاحنا لازم نسأل ونسأل عن الكوكين صراحة وعن البياجراء صراحة كده بس بشياكة يعني عشان يعترف فلو قال اه باخد حاجة عندنا عن كتير من المدمنين بيجونا بيجو كتير وبيجو بالذات هتشوفوا بكرة مع محمد مصطفى محمد مصطفى بتاع الانفكتف اندوكارديتس وهو بتاع المدمنين كل رأي صايد انفكتف اندوكارديتس غالبا بيبقى العين ادكت فاحنا عندنا الناس دي موجودة وممكن جايه مرة بانفكتف اندوكارديتس اجيله بعدها باما اي فاحنا لازم نسأله لو هو كوكين ادكت ده ما يشير مش البيتاب لوكرز خالص بقى لعني الكوكين ده قاعد في دمه خلوين علشان الكوكين بيعمل اساساً وبنا اقدام البيتاب لوكرز بتاعمل وسيدي فلو خد اللي اتنين مع بعض ده هيموت البياجرا بتعمل بازو دايلاتيشن والترايديل بيعمل بازو دايلاتيشن فخير الاتنين هيموت بهايبوتانش ده هيموت بسيفير اسكيميا وده هيموت بسيفير اسكيميا بس عن طريق الهايبوتانش ماشي كده يبقى احنا قفلنا ايه الحتة دي في الاسبيشيال كونسودراشن الكوكين الكوكين والامفيتامين اللي هو الماكس والماكس تنفورت والماك بالتابلت ماشي قلنا البرونزيما الاد ليجن بتاع الادر وقلنا البرونزيما الاما اي وفي ناحقه وستول ار وقلنا الطول ار هنفرقها ازاي من ار في اتش وقلنا اليو قنصة ليفت بانضل بنعملها هي الوحدها ككاتيجوري اس استيليميشن ام اي وقلنا العينين اللي هما ايه هيتدهولوا بتوع الكوكين وبتوع الوفاعة الثانية في حتة انا بحب اولاق هي خارج الموضوع تماما برا الموضوع تماما بس على ذكر الار في اتش على ذكر ميل الار في اتش هي خارج الموضوع خالص عشان محدش يقول لك لطبقنا وكذا لا عادي ده صحة الصبوة دي الار في اتش في الاقصال احنا قلنا ايه انا هنقول كلمة برا الموضوع ده تخص الاطفال لو حد فينا بيقعد في عيادات اطفال او في عيادتك حتى الخاصة بتكشفي بتشوفي اطفال الكلام ده فيه ناس بتحب تعمل ساعات اسي جي للاطفال ماشي فهو يعمل اسي جي للاطفال للطفل الصغير لحد سنة خمس سنين بدي بقى فيه يعمل اسي جي وتاني يوم ام العيل يعني تيجي تسوت وتقول لك ايه ابني عنده تضخم في عضلة القلب والدكتور قال لي ابنيك عنده تضخم وما يلعبش وما يكلش وما يجريش ومش عارف ايه و ايه و ايه وروحي بسرعة لحد بتاع قلبه اطفال وسهرية كبيرة ليه هو عمل اسي جي فلاقي كريتيريا لقى صينة ستاكي كارديو ولقى طول ومعها شكل مين فراح محول على حد اطفال عشان ابنها عنده تضخم مع ان الواج كويس وحلو يعني وبيجري وبيلعب ولا بيجيله سنكوب ولا بيجيله اي حاجة وحاجة جميلة لأ احنا نطب بالنا بقى ليه في الاطفال very common فيه الRVH pattern very common في الاطفال لحد سن الخمس سنين RVH pattern بس هو ما بيبقاش true RVH ده بيبقى false ECG الطفلة غالبا الـ ECG بتاع الهارت بتاع بيبقى vertical عننا احنا ماشي انته هزا lift شوية هو بيبقى vertical شوية ها بيبقى vertical شوية عننا وبيبقى lift ventricular ما صلق مش well developed زينا يعني فيه فرق كبير عندنا بين sickness بتاع lift ventricle وبين sickness بتاع mين right ventricle عشان كده ده اللي بيبين الفرق بين الاراض وبين الاسات عندنا ماشي في الاطفال هم تقريبا بيبقوا قد بعض يعني قريبين من بعض تمام فبيبقوا الاراض طويلة في الانتيلوليدز اللي هي V1 V3 وكده كده العائل الصغيرين اساسا عندهم تاكي كارديك ده النورمال بتاعهم ان هم اصلا ايه تاكي كارديك تاكي كارديك بيمصلوا حد كانوا حد 120 ده الطبيعي بتاعه لو لعب ممكن يعد 150 انا اختي مرة بالكلام تقول الوضع المه بيرفرط وقتوا المهو ده الطبيعي ده بتاعه ده العادي بيرفرط بس الحد كام 120 130 ده الطبيعي بتاعه مفيهوش مشكلة هو اسلا بيتولد كده البراديكارديا في النساء على كام الانتر يتراين 160 هم لما يلاقوا الفيتس بدأ يبقى 160 بيخافوا 120 ده بيفتحوا على طول فاحنا عندنا الاطفال واخدين على التاكيكارديا الحد ما يبدأوا يكبروا ويبقى الهارد بتاعهم ياخد شكله الطبيعي ويبقى خلاص كده بيبدأ حد خمس سنين بيبقى فيه RVH فدي بس احنا ناخد ده منها نركز معنا امتى لو الطفل بيجي له سيانوزيس علشان الفلط والفلط بيعمل RVH لو الطفل بيجي له سيانوزيس لو بياخد سكواتينج بوزيشن كتير روها بيحب بيقعد مؤرفس كده كتير يجي شوية ويجي قعد مؤرفس كده ليه عشان بيركز الدم في النصر العالي من جسمه مع عينين الفلط مع عينين بالمون ريستينوزيس تمام فكلها حاجات ماشية مع ناحية فلو الطفل ده بيجي له سيانوزيس اه سبيلز او بيجي له سينكوبا التاكس يبقى ده احنا نركز معه ما بيجي روش وحلو وعفريت وبيلعب وهارط ريته 120 خلاص بعد شوية الساينزي ديها تختفي لان هي نوت رو رو ماشي قلناها بس عشان ايه بمناسبة ذكر الارو بعد دي عوضو بقى يشوف تعالي عيان وداله دي ازنية ولا ما دالوش العين اللي هو البص ايه ما قاي ويعوضو يقسمه بناءا على التيمي سكور ماناش دعوة به مش هنقول في حاجة تمام طيب عندنا من الحاجة الاهم والبعبع ايه الاعظم بتاعنا كلنا شو احنا اكلمنا في كل الكلام ده سهل ده ما فكوش حاجة البعبع الكبير بتاعنا كلنا اللي هو الايه الاكيوت ميوكاردية او الاكيوت استي الاستي 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 طيب عندنا لهم من العينين هم عندهم اساسا ايه اصلا هو العين عايش بالليفت باندل برانش بلوك. فكلنا بنشوف الاي سي جي بتاع الليفت باندل. تمام? بنلاقي فيه نورمالي اس تي من في واحد لفي ايه? تلاتة. هو واحد واتنين وممكن تلاتة. ده النورمال بتاع الليفت باندل. هي شغلتها كده. هي خلقتها كده. تمام? هنتسمك. بي باشاك لها ازاي. في في واحد اهو. كده. 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 بي باندل. ماشي. ماشي. ومعها سنة ارتل. ده شف الليفت باندل. فين في بي وان. صح؟ في بي سكس بيبقاش اتلاقي كده برضو. الار اس ا ار داش. اهو. بس بتبقى الار بي اي. الاس تي ايزو اوليفت. صح؟ ده في بي اي. سي. صح؟ ده شكل الليفت باندل. لكلنا ايه. ماي نشوفه. فيناس تشوف الاس اي هي ده. تقولك العين ايه. عنده استيتي اليباشن ؟ ماى قال? مع الف باندل ويقوم ضربينه ب ск turning istript. كان عندنا العين يعاني. يا عيني يخخدgreomy 15 يوم. مرتين. اهو. فهو جاء مع احد فشاف الـ ST elevation فرح اعطيله STRIPT وقال لك ده ST elevation مع ليفت بنضي بقى نعيان ايه في ياخد STRIPT على طول والراجل جاي تبكى الشيسة بينه وكل حاجة بعده خمستاشر يوم جاء تاني فحد رح اداله تاني STRIPT بمعنى ان هو ما خد شيء سور كويس وما شافش الدنيا وما عاش الـ STRIPT ذا كريتيريا اللي هنقولها دلوقتي ولا اي حاجة فهم راحوا عملوا ايه بقى؟ هعملوا كريتيريا معينة تقول لنا لو العيان ده عنده ليفت بنضي وجايله دلوقتي ام اي انا اعرفه ازاي هو ليه اللي اثبطه؟ لان الليفت بنضي اساسا من طبعها ان هي بتعمل ايه؟ STT elevation الليفت بنضي من طبعها ان هي تعمل STT elevation وكمان العيان جاي بSTT elevation ام اي طب انا هعرفهم من بعض ازاي؟ هراحوا عاملين كريتيريا سماس كربوزة كريتيريا على اسم الراجل اللي سماها معلنا من اسمه تمام؟ عملوا كريتيريا كده معينة لو الكريتيريا دي طبقناها قالك ان انت لو بصت على الكريتيريا دي كويس وطبقتها كويس واستخلصت منها المعلومة صح تسعين في المية انت هتشخص صح احنا مبرح قلنا البرجادة كريتيريا بتاعت ايه؟ ال VTAC versus ال SVT with apparent to conduction وقلنا ان هي ان هي ايه اه 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 نون specific برضي يعني لو طبقناها بحزافيرها وطلع وشخصنا VTAC ممكن يطلع في الاخر SVT فقلنا ان هي انا specific criteria في الاخر بس هما بيحبوا يقرروا نفسه دي بقى لا دي specific بقى specific بنسبة كام تسعين في المية تسعين في المية هتفرق لي ال LIFT bundle من ال LIFT bundle with ST elevation in M1 قالوا ايه بقى هي ال SCARBUSA criteria دي؟ بنروحها كده عشان هي غلثة فاكرين احنا مبارح قلنا هو الاول كم حد هنا عارفها يعني كم حد عارف SCARBUSA criteria ممكن يشخص بيه اكيد حراك عارفها مين وحضرتك وحضرتك ومين تاني عارفها ايه سكاربوسA criteria قال لك ايه عندنا ال LIFT bundle لشكل الطبيعي بتاعها هو فاكرين احنا مبارح قلنا ايه لنا كلمة ايه concordance و discordant صح؟ قلناها مبارح كنتوا فاكرينها اللي هي ال P U R S complex وال S T وال T ماشيين مع بعض ولا عكس بعض في V1 ده شكل عيان مين؟ LIFT bundle تمام؟ اهو عشان نبقى ايه نركز ده عيان LIFT bundle خلاص اهو ده مش طبيعي ده LIFT bundle V1D مين؟ 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 طب اللي بيقول مين؟ مين؟ ارفاع ايه؟ الدكتورة؟ بتقول إن ال V1 كده concordant انت قول تكون concordant ده ده كده concordant تليد ولا discordant تليد ده discordant تليد التي ويف والستي again is still QRS complete اللي بتعمل تصوصا ايه؟ حتة بس في الليفت باندل برضو إن هي التغرير التالت اللي بتعملها هي بتوسع الكمبيليكس بتخليه أفتر من ثلاثة ملي اللي اتفقنا عليهم بتعمل ثلاثة حاجات بتعمل S-T-L-P1-B1-B2 وممكن ثلاثة وبتعمل R-S-R-Pattern-B4-B5-B6 وبتعمل لنا ايه؟ بايد كمبيليكس تمام؟ اتفقنا بيه واحد واتنين بيبقوا ايه؟ discordant leads دولة discordant discordant leads بيه أربعة خمسة ستة بيبقوا concordant leads الـ ST ماشية مع ناحية مين؟ مع الـ Q-R-S concordant leads صح؟ واتفقنا إن الليفت باندل شكلها خلقتها كده بتعمل S-T-Elevation في بيه واحد وم بتعملش حاجة في الـ ST في بيه أربعة خمسة ستة لا بتعليها ولا بتوطيها لا بتعمل depression وبتعمل elevation هي قلد قوليك تلك كده زي ما هي تمام؟ قالك الكريتيريا دي بتقولك ايه بقى؟ أول حاجة هنسميه بيه أربعة خمسة ستة لقيت فيها ST elevation وان مليمتر يبقى ده ايه؟ سهلة هي؟ هي أصلا ايه؟ عايزه إلكتريكا صح؟ لقينا فيها concordant lead لقينا فيه ST elevation وان مليمتر يبقى ده ايه؟ يبقى ده ST elevation ويزو ايه ويزو ايه يبقى هدي على STRIFTA دلوقتي طيب الحاجة التانية عكسها في واحد واثنين وثلاثة هم أساسا فيهم ST elevation بتاع lift bundle صح؟ لو لقينا فيهم depression بأي درجة depression يبقى دائم مقام ليه؟ لاخبطه او زهيقته او حاجة ها؟ طيب هي lift bundle أساسا بتعمل ST في V1 واثنين ST elevation في V1 واثنين وممكن ثلاثة لو غيرت الكاركتر زي ما النورمال بتيجي الاسكيميا تعمل فيه ST elevation صح؟ صح ده النورمال بتاعه انه هو ST elevation لو لقينا depressed يبقى ده في MI من نوع ST elevation MI لانه غيرت الاكسس بتاع الكهرباء ما بيغيرش الاكسس بتاع الكهرباء ما بيغيرت الاكسس بس تمام؟ فده ايه؟ لو لقينا ST depression في V1 واثنين and or ثلاثة يبقى ده ايه؟ ST elevation MI with lift bundle تمام؟ التالتة بتاعتهم اسهلهم خلاص V1 واثنين هم اساسا فيهم ايه؟ V1 واثنين وثلاثة فيهم ايه اصلا؟ في lift bundle elevation تمام؟ لو لقينا ال elevation ده خمسة مربعات كبئة صغيرة او اكتر خمسة small squares او اكتر يبقى ده ST elevation مع ال lift bundle ليه؟ هم اساسا فيهم elevation بس ما بيوصلش ابدا خمسة مليمتر لو لقينا خمسة مليمتر او اكتر يبقى زال يبقى ST elevation صعب ها؟ اه هنجبهم بس طب هندوها ازاي؟ انا مش عارفة انا جايبه له صورة والله بالله اه ماشي مش هارفة طلعها هنا انت بتو فرقها لي شكرا اه ماشي يا جماعة طب لو تعرفت نقلهنا هنا ونشوفها يبقى اوكي هنمررها تاخد وقت كتين طيب ماشي مررها عليك ماشي الدكتور جايب لنا صورة السكاربوزا كريتيريا وشكرا انا بقى اه ابعتها لعى الواتس بقى عشان ابقى احطها على سلايج ان شاء الله تمام؟ فاحنا ايه يا جماعة هي كريتيريا بتعتمد الاسكيميا عموما بتعتمد على ايه؟ على بتغير النورمال بتاع العيان هنا النورمال بتاع العيان انه في الكونكوردانتليز الكريتيريا تكتبع كوردانتليز ساحنا قلنا بياربعة وخمسة وستة عشان يسهل الدينيج الكونكوردانتليز زي دولت ما فيهمشو اصلا اليبيشن فاحنا لو لقينا فيهم اليبيشن يبقى استي تي اليبيشن صح؟ ده الطبيعي مش كده؟ فدول ماشيين معا الطبيعة استي تي اليبيشن وان ميليميتر طيب الليز اللي فيها اساسا استي تي اليبيشن كلنا سفرهضت الان اصفر هاضط. خير. ها? هو ده اللي بتاع ليه هو ده يولي اونست ليفت باندل ممكن تيجي كده. ممكن تيجي في الكريتيريا دي. تمام? ممكن تيجي ليفت باندل اللي واحدها بلدي بس. بس لسه بتحصل قدامنا دلوقتي. ماشي? اه. ماشي. هتفتح علينا فتحتين. لا لا لا. حسنا. الليفت باندل. الليفت باندل. احنا خلاص كده نقفل الحتة دي لانه واضح انها عتمية. الليفت باندل بقى نرجع مرجونا للليفت باندل. في آآ ليفت باندل بتحصل قدامك دلوقتي للعيان. دي بتبقى نوعين. يا ليفت باندل لسه جاية اول مرة للعيان دلوقتي. يا اما حاجة اسمها ايه? انترمتنت ليفت باندل. او ريد بندنت ليفت باندل. ايه الانترمتنت او ريد بندنت. العيان يخش في اسكيميك قتاك يروح داخل في ريفت باندل وبعد كده ايه? يطل يظهر تفع منها لما يرجع يخف من الاتاك. يجي لها شوية تاكي كاردية يجيبوله ليفت باندل ويفق منها لما يبقى نن تاكي كاردية. يجي يجي لها شوية برادي كاردى يجيبوله ليفت باندل ويفق منها بعد ما يبقى ساينس. نورمال. دي اسمها او ممكن كده على حسب العيان بيقفل امتى? يعني احنا ما نعرفش. ممكن تحصل مع البرادية وممكن تحصل مع التاكي. انا يعني هو ممكن يكون بتجيله على التاكي اتاكسو. ممكن بتجيله على البرادية اتاكسو. ما نعرفش. على حسب النتشر بتاعه. تمام? اه في عيان في عيان بتجيله بقى وتحصل معاه دلوقتي. فاحنا لو شوفنا بتحصل قدام عنا دلوقتي. اسحب انزايم زي للعيان. طلعت يبقى دي او دي او دخليه اسطارة. طلعت نيجاتيف. البصي على الريح. تاكي كاردك اوي بقى غالبا دي ريد بندنت. وهيرد بعدها. تمام? الحاجة التانية اللي كنا عايزين نقولها في الاسكور ده. الاسكور ده. الاسكور ده من كام? من عشر. صح? من عشر. اللي ياخد خمسة من عشره. يبقى اما ايل ويز. لفت بندل برانش بلو. يعني لو جاب دي لوحدها بتاعت الوان ميليمتر. شوفوا اقوى واحدة عني. اقوى واحدة بتاعت وان ميليمتر اسي تي إليبيشن. في الكونكوردانتين. ليه? لاني مش هاش اسي تي إليبيشن اصلا. فكل حاجة تعمل فيها اسي تي إليبيشن يبقى دي اقوى كريتيريا فيه. رقم اتنين بعدها اللي تاخد سكور اعلى. هي تبقى مين? بتاعت الاسي تي دي بريشن في بي واحد واثنين وثلاثة. ليه? هم فيهم اصلا إليبيشن. يكون هم يبقى دي بريزد. يبقى احنا في حاجة مشكلة غيرتة بتاع الكهرام. طيب. الخمسة مليمتر. دي تاخد قضع في سكور. تاخد اتنين من عشر. ليه? لان هي اللي بزي فيها اسي تي اللي بيشن مصر. عموما اللي سكور ده من كام من عشرة. اللي يجيب خمسة من عشرة يبقى في ام ايوز ليفت باندل. ونتعامل معنا كده. عدديني سرونفوليتك سرابي او هددخله بي سي اي دلوقتي. تمام? وعشان نريح دماغنا الارقام اتلغت. اللي سكور اتلغى. خلاص. ما نزلش في جاية لانز جديدة بتصوى اتلغى. اللي سكور اتلغى. وبقى اينا شغالين على ايه? اي كريتيريا من دول موجودة تساوي ام ايوز ليفت امام. تمام? اتلغى ولا ايه? ماشي. ها? 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 يبقى احنا ايه? اه لغينا لزكور. تمام? واكتفينا بان اي واحدة من دولة بتحصل معناها اي ما قال? يحصل كلهم? ماشي. بتحصل واحدة منهم? ماشي. خل? طب ايه صعب? انت مش معنا من بادل. اه. اه. مش هنا من بادل. ماشي? يبقى دي ايه? وخلصناها كده. تمام? ماشي. في حتة عايزة اقولها بس الصراحة استحن. ايه بقى? انا هقولها لو طلعتوا عارفينها هكمل. لازم نفوأ. لازم نفرج. لو طلعتوا عارفينها هكمل. طلعتوا مش عارفينها هاسكل. ها? هكمل? هكمل؟ لا 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 ان شاء الله عارفينها ان شاء الله ايه بقى انا هكتب pseudo normalization O S T elevation حد عارف الموضوع ده غير حضرة. ما عايش. حد عارف ايه? ماشي. عندنا بيحصل وهنقوله الجريز بتاع او الفيزيز بتاعته دلوقتي. هنقوله انشاء الله. الفيزيز بتاعت الاستي ايليفاشن. عيال خلاص جاله الاستي ايه مقاي? ماشي? له فيزيز معينة بيعدي فيها. كلنا لازم نعرفها. الاستي دي بتمشي في الطرق اللي هنقولها بعد شوية. هنقول بس فيها كلمتين. في حاجة اسمها ساستين دي ايستي او برزيستانت ايستي 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 او برزيستانت يعني ده انبقاء. برزيستانت ايستي اللي الاستي تيجي وتفضل معلقة كده وما تنزلش خالص بقى مترجعش ايزو اوليك تركة التاني مهما حصل. وتقعد كده على العيان. بنعرفها امتى? لما تقعد متعلقة كده اكتر من خمستاشر يوم. يعني جاله الامة ايه النهاردة. بعد اسبوعين لقينا الاستي ايستي ايليبيتت زي ما هي. اسمها برزيستانت ايستي ايليفاشن. ودي معناها في الحتة اللي حصل فيها الانفرش. دي سهل لو كلنا عارفين. طيب. في حتة بقى اسمها ايه? اسمها سودو نورمليزيشن او اسي تي ايليفاشن. يعني ايه سودو نورمليزيشن? في عيان بيجيله الاسي تي ايليفاشن ده وتعمل وخلص وبقيله سنتين قاعد كده. والبتر دي بتاعه في اسي تي ايليفاشن اللي هو العيان بتاع البرزيستانت اسي تي ده. خلاص هو كده. اه قاعد بالاسي تي ايليفاشن اللي حصله وهو خلاص كده موجود معي. تيجي تحصل له اسكيميك اتاك. يعني هو وهو عادي كده وكويس ومش في اسكميا. يحصل له ايه? الاسي تي بتاعته عالية. تيجي تحصل له الاسكيميك اتاك. جاله تستبين دلوقتي. نلاقي الاسي تي دي ايه? بيتقايز وقولك تركة الحلوة قوي. وتعمل له اسي جي وهو في الاسكيميك اتاك يطلع نورمال. دلاء بس هو وضط. اي? ايه? انا قول دلاء بس هو وضط بالعكس اه بالزبط. بنفتكر احنا ان العيان ده ايه? راء زي ما الدكتور بيقول. العيان نورمال. هو مش نورمال. بنشوفها احنا عمرنا ما نعرفها. لو احنا مش عارفين العيان قبل كده. عمرنا ما هنعرف الموضوع ده. بنعرفه امتا? العيان جايلي. بتبكى الشيست بينه وبتاعه والدانية. وعملنا انزان تلعت نيجاتيب. وبعد ست ساعات نيجاتيب. فاحنا مقاعدينه معانا بنعرفه على اساس ان هو ايه? انستيبول انجين. وهو فعلا انستيبول انجينة. تمام? بس تدخل بنورمال اي سي جي. تمام? بكرة الصبح. الاي اسي تي انيفيشن. والعيان عندك واجع عندك بتاعه لا. فطبعا نتخض. نوم ساحبين انزاين تطلع نيجاتيب. تمام? فيبقى معنى كده ايه? العيان النورمال بتاعه هو ابو انيفيشن. ابو ايه برزيستن تي. بتجيله الاسكيميا تروح مغيرانه الاكسس بتاعه بتاع الكاميرات بتاعه. تروح مرجعها سودو نورماليزيشن اوب اسي تي. سودو نورماليزيشن اوب اسي تي. عشان دي من ضمن الحاجات اللي خليتهم يقولوا ان النورمال اي سي جي ده زنوف اكسيكلود اسكيميك هارت دي سي ممكن عانى يبقى اسكيميك. وغيلنا بنورمال اي سي جي. افضل ان هو الاسي جي بتاعه نورمال فعلا وهما عنده او عنده او عنده بس سودو نورماليزيشن هنكتشافها لما يفك من الابتك ان شاء الله. تمام? دي حتة ايه السودو نورماليزيشن. وقلنا معها حتة ايه البرزيستن تي تمام كده? هنجري جاري على الفيزيس اف اما اي? جاري. عليها? عشان نجري برضو على المانجمنت واللي بقى كده خلاصنا. الفيزيس. الفيزيس. تعبته? بقى تعبت? طيب احنا ممكن نقوم موضى مكانة تانى يعني عادي. ايه? ايه? مش واجهة. ماشي. ماشي. الفيزيس اف اكيوت استياليباشن اي مانج. عادي دا ما احنا اتفقنا. في حاجة اسمها ناتشرال كورس او ارزا ديزيز. الديزيز بيمشي في كورس معيني. احنا بنبقى مطمنين. هو الحق يعني نحمل ربنا. حصلوا الديزيز وخلاصة. بس طول ما هو ماشه في النورمل بتاعه معناه ان يوجد كومبليكيشنز صح ؟ هو كل يوم بيعدي اليوم البعضه في النتشرال كورس معناه ان يحصل على العيان طيب. احنا عندنا فيزس بيعدي فيها اعيان في الاسي جي. احنا في النور ما خلاص. الرجل جاله ودخل في الشيستبين ودخلناه والدينا ستريبتا او قسطرنا او عملنا اللي احنا عايزينه. وخلاص خلص الموضوع. والبين بقى اوف والدنيا فل. تمام? بس بيفضل عنده بتاعه بيتغير. بيقعب كده كم يوم يتغير. تمام? فطول ما هو بيتغير احنا بنبص على التغيرات دي في الاي سي جي ابري ديل. عشان كده قلنا احنا في المونسور للعيان ازاي? اول ست العيان دخلنا اهو في الزيرو اور. عملنا له اي سي جي اول مرة وبنكتب عليه ان اي سي جي اي سي جي اون ادميشن. بعد كده حطينا السابلينج والنيتريت. التست اللي الدكتور قلنا عليه. وقعدنا شوية انتظرنا ببع ساعة وعملنا اي سي جي بفور استريبتوكينيز. وبعدين بعد مدنا الاستريبت بساعة عملنا اي سي جي علشان نشوف الساكسسفل استريبتو اورنو. صح? وبعدين بعد ما خلصنا ساكسسفل استريبتو وزبطنا لمدة ست ساعات بنعمل كل ساعة اي سي جي علشان نشوف نيوتشينجز. بعدها بنعمل كل ساعتين لحد الاربعة وعشرين ساعة. وبعد الاربعة وعشرين ساعة بنعمل ديلي اربع مرات. صبح عصر بالليل. يعني اربع مرات على العيان. وممكن مرتين. تمام? يبقى احنا اللي بنعمله ده مش عشان نعمل ورقانه في التذكاره. عشان نعمل ورق ونبص على اللي بتحصل في الاي سي جي. تمام? احنا في مرض اسمه ايه? الاكيوت اسي تي اني بيشن ام اي ده بيعزي باربع مراحل في الاي سي جي. اربع صور. ياخداربع صور في الاي سي جي. الصورة الاولى في الاكيوت دي. او في اول 24 ساعة. اول مرايين ايه? دخلنا. اول 24 ساعة. بيحصل فيهم ايه? استيتيق البيشة. متى في ايه? ومعارها دقت او ناقص بسولوجي كالكيوز. يعني ايه دقت او ناقص? تخصو ممكن? لا. البسولوجي كالكيوز في ناس فهمة ان هي لازم تحصل من اول دقيقة. لا. البسولوجي كالكيوز. وفي ناس فهمة ان هي وتحصلش الا بعد 24 ساعة. لا. هي ممكن تطلع من اول دقيقة وممكن تستنى 24 ساعة قبل ما تزغر. يعني جلنا العين اهو بستيتي البيشة وكل حاجة. والارات بريزيرف البارد. بكرا ليه? ديبولوب دي كيوز. او ديبولوب دي بور ار. يبقى احنا كيوب الزاد. يلقتل من بعد بصروش كالكيوز. وبالمناسبة العين اللي بيجيله بور ار احسن من العين اللي بيجيله كيوهات. صح? لان معنانا لسه ان في شوية طيبة لتاعمل يبقى اول يوم استيتي البيشة ومعاها يسرنو بصروشيكال كيوز. ده اللي عندنا. طيب. تاني يوم بعد 24 ساعة هي تبكالي 36 ساعة. بس انا كتبه 48 عشان نسهل على السنة وفيك كتبه 48 ساعة. بعد 24 ساعة الى 48 ساعة. يحصل ايه? الاستيتي اللي البيتر دي تبدأ ايه? ترجع ايه? ايزو الكتركة. الاستيتي اللي البيتر ترجع ايه? ايزو الكتركة. ومعاها بصروش كالكيوز خلاص طلعت. ما احنا في استيتي اللي بيشن ايه? هيجيبولة كيوهات. هتبقى كيوهات خلاص مهولة. ماشي? يبقى بعد 48 ساعة 33 و 38 ساعة. الاستيتي المتعلقة دي النورمال بتاعها ما هي ترجع بقى خلاص. فترجع تبقى ايزو الكتركة. ومعاها الكيوهات. ماشي? وديه ساموه ريسنتي فيز. يبقى اول حاجة يسموه اكيوت فيز. او اكيوت فيز. او اكيوت فيز. التاني يسموه ريسنتي فيز. التالت يسموه ايبولبنج فيز. هتسمع اللفز ايبولبنج قبل كده? سمعنا لفز ايبولبنج فيز. يخسر ايه بقى في الابولبنج فيز. او يعني ايه ابولبنج اصلا? اللي بيخف. اه اللي بيخف. ايه بقى اللي بيخف ده بيحصل فيه ايه بقى? الاستيتي ايزو الكتركة زي ما هي. ايزو الكتركة. تتحول الى انفيرت تي. هي في الاول كانت. او كانت هايبر اكيوت. تبدأ تتحول الى انفيرت تي. ممكن تبقى انفيرت تي. المهم ان هي بتتحول الى انفيرت تي. في علامة من علامات الابولبنج فيز ان احنا بيلاقيه عامل كده اهو. احنا قولنا اول يوم اهو. العيال معانا اهو كده. تمام? والاستي بتاع. ده اول اربعة وعشرين ساعة. ماشي? ممكن ييجي معاك ايوهات او ما يجيش. خد. يبقى بعدها الاس دي. الاس تي ترجع ايه? خلاص الكيوهات جاتا ايه? والاس تي ترجع ايه? ترجع نورمال. تمام? يبقى ده ستا وثلاثين الى ثمانية واربعين اورز. ماشي? بعد كده الاولبنج فيز. ده اسمه اكيوت. وده اسمه ريسينت. والجاي اسمه ايه? اولبنج. الاولبنج فيز. بعد تمانية واربعين لاتنين وسبعين ساعة. ثلاثة ثياب. فعلا في اليوم التالد. هتلاقي العيال حصله كده. اهو. والاستي. اه انا ببس ما يبقى بالكسرين. اهو كده. والاستي تي زي ما هي. التي ويف تبدأ تبقى ايه? انفرد. تمام? يبقى العيان. الاسي تي. ايزو اوليكتريكا. تمام? التي ويف بقت ايه انفرد. ايزو سيمتريكا. الماشي? وده يسموه ابولبنج فيز. بعد كده فيه تيرما كلنا بنستخدمه. اولد اما اي. الاولد اما اي. مش بنقول اولد الا بعد شهرين. كلمة اولد. نقول ده عند اولد اما اي بعد شهرين. عشان الكاردياك هيلنج. الهيلنج اوف دي التيشوت دي. بيحصل بعد شهرين. وبيحصله سرعا بكاردياك ناصر عادية. ما كنا جغل ابنا. تمام? بيحصل بفايل براستيشوت. ماشي? فبعد شهرين بيتسميه ايه? اولد اما اي. بيبقى فيه ومعها بصروجيكا فيو وابتهاد ترجع نور مالتاني زي الاول. اهو. ترجع تبقى ايه? اهو. كده. 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 واتهات ترجع ايه? او رايت المنظر اللي كلنا بنشوفه بتاع الكيو تي. اه الكيو وي. بصروجيكا فيو وي. تمام? ايه? مالك. طيب. يهمينا في ايه الكلام ده? ليه بنقول الكلام ده? عشان? احنا هديش طريبتي من اول ما شفنا الراجل. مش هنقعد الى 14 ساعة. من اول ما شفنا ايضانة السكرة. من اول. تمام? ايه? ليه بنقول هزا الكلام? علشان العيان بتاعنا وإحنا كل يوم بنمر عليه كده. بنبص على الاسي جي بتاعه. ممكن نلاقي اللي تشينجس دي. ما حصلتش بالترتيب ده. ممكن نلاقي ايه? ممكن نلاقي الايضواليكترיפل. هنا دي. بقت ايضواليكترיפل في الليدلي دي. بس عقلت في الليدلي دي جنبها. هو كان واحد فيه. واحد واثنين وثلاثة مسلا. لينا اربعة وخمسة كمان علوه. تاني يوم هو ايضواليكتر Lilah O vakar よし Mistering. يسموها ايه؟ extended infarestablishan. الذين بدء ياخد يتاع السكرة والس لا او النهاردة هو ايزواليكتريكال اهو حلم المفروض بكرة يفضل ايزواليكتريكال والتي ويف تتقلب وكده لقينا في تلت يوم الايزواليكتريكال دي راح ارتفع التاني فيبقى في ري انفاركشن تمام؟ ري انفاركشن فراعين دافن في ري انفاركشن ماشي؟ بعد شهرين ليه بنقول بعد شهرين يبقى اسمه old عشان بعد شهرين طولنا العيان قبل شهرين انا انفى دخله اسطرة في اي وقت ماشي؟ اسطرة في اي وقت بعد شهرين بيكون حصل الهيلنج والفايجروزيس وممكن يحصل الريمودلنج اللي قلنا عليه من شوية ونعملون اسم الديلاتيشن وكل القصة دي فلو العيان عايد عدى شهرين لازم اعمله ايه قبل الاسطرة؟ بايابلتي تيست يبقى لازم اعمله بايابلتي تيست اما ادخله ايه؟ الاسطرة ليه؟ علشان خلاص ما نوفى ادخله اسطره وهو ديت شو اسمه non viable non viable فدخله واسطره ومحطلهش دعامة او دخله واسطره وحطله دعامة ويدفع خلوسه وما يستفيدش بيه؟ تمام؟ يبقى احنا في الفيزيز دي بنقولها علشان نبقى عارفين لازم ابقى عيني عارفة العيان في انه وفيز منهم علشان لو حصل ايه انفاركشان لو حصل اي حاجة غريبة في الفورس فابقى انا ايه؟ علشان تمام كده؟ بس دي حكة ايه؟ الفيز السسطير دي اسطي او البرزيستان دي اسطي قلناها اللي هي بعد ايه؟ بعد خمسطاشر يوم ودي تقول لنا انه العيان يبقى ايه؟ في انيوريزمات دايلة فيشان قلنا بل ما تتحقوش والنابل طب معلش يا انا عشان خاطرها ها؟ موسيام بس المساعدة معلش 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 انا سعبت علي جامد على فكرة يعني بس بالمقساة عيني هو بيقوله السيام ماشا خلاص اخر حاجة المانيجمنت المانيجمنت نبتهج بقى عشان انت بقى تنتي ساعة ان شاء الله مخلص المانيجمنت او انا كتبة مانيجمنت او استي تي اللي بيشان اما ايه بس هو مانيجمنت او اكي كورين سندروم كله الفيرست ايد مشتركة معاهم كلهم المانيجمنت او كومبليكيشنز مشترك معاهم كلهم الحاجة الوحيدة اللي تفرق الاكيوت فيز مانيجمنت اللي هو وقت ما العيان جنة الاكيوت فيز مانيجمنت اي فرق عن هو استي اللي بيشان اما اي او نان استي اللي بيشان اما اي او الحاجات الباقية ليه؟ علشان هندخل عين اسطرة ولا مش هندخل الاستيبل برن اسطرة برضو بس مش هو الpriority يعني الpriority عندان الاستي اللي بيشان اما ايه ايه هما بقا؟ لا اوان بقا؟ ها؟ الاكسجن وين؟ والاسبرين والمورفيا والسابرينج والنهيتريت والانتي في اجليشن ايه في اجليشن ايه؟ ايه الهبارين ما اقولها بيرندا انتي في اجليشن ماشي مختلاة؟ نقولهم بس كده كلمتين عا كل واحدة اول حاجة الفيرست ايد اول ما يعين يقول اهي قلبي نقول له ايه? خد اربعة اسبوسيد. ماشي? اول ما يقول قلبي نقول له اربعة اسبوسيد على طول. من اني دوز الواحد وتمانين ميلي جرام. احنا عندنا الواحد وثانسة وسبعين ماشي شغال يعني احنا بنتصرف. وعندنا دلوقتي الواحد وتمانين قبلة كزا سنة. فاحنا ايه? بنشتغل على الاربعة اه اربع اقراس اسبوسيد تشوابل. يمضغهم. ما يبلعهمش. ليه? علشان الابزوربشن تاعهم اسرع. تمام? وقال لك في دي. بس ما ما تبتهاش. الفين وتمنتاشر. مش فاكل اخر الفين وتمنتاشر ولا اول اخر. اخر الفين وتمنتاشر. قال لك لو العيان مش قادر يمضغ الاسبوسيد لاي سبب. ما عندوه السنان. تعبان. اي حاجة. ندخدقهم. ندخدقهم. لا مش هنكسر. ريكتل. ايه تدهمهم له ريكتل. شوف بقى وسط لدرجة ايه? تدهمهم له ريكتل. ليه? ليه? لان الاسبوسيد في الاكيوت كوروناري سندروم بيقلل المرتالي تريت كاثين وعشرين في المينة. يعني هو الواحد يقلل المرتالي تريت للربع. او بيمقدار للربع يعني. بيقلل المرتالي تريت لوحده الاسبيرين اثنين وعشرين في المينة. راسه براس مين? استريت. اقل لك الاسبيرين في الاكيوت فات. لو اديت للعين اربع عراس اسبيرين بس. لكنك اديت له انبولي ستريت. تمام? يبقى الاسبيرين عشان كده مهم. عشان كده ادك لو مش قادر ينضغه ادهوله ايه? طيب. الاكسجين سيرابي وكلنا متفقين عليه. بس حصل مضيفكين شوية على موضوع الاكسجين سيرابي. كنا كلنا بنفتح حايفلو اكسجين على العيان من خمسة لسابعة لترا. حايفلو على اي عيان ايه? اه يا قلبي. افيك كوروناري سندروم. قلت لك لا احنا مش هنعمل كده. احنا هنعمل ايه? هنخليها لاربع بيشان تسباس. اربع انواع من العيانين اللي هنفتح لهم الهايفلو اكسجين. مش عشان بنوفر الاكسجين. لا. عشان لقوا ان الهايفلو اكسجين ده برضو بيطلع في راديكالز في الدم. وممكن تأثر على العين الاسكيميك وتسوق حاله. فخلينا اربع انواع بس. العين اللي بتاعه اقل من اربعة وتسعين. تمام? ها? اربعة وتسعين عرافل. Έربعة وتسعين. اربعتسعين على البيتcentiva. اربعة وتسعين. حا? افيكول Gilbert 94. مش위 واني احنا انه وحه بصلتة. اه يبقى العيان للا است parchmentical. اه يبقى لعيان الليati is melhorantab loss. او جاي في بالمونر اليديمة او جاي في كارديوجينيك شوك. او سينüyorsun للسيانوت. لأي سوء? سينظتي عشان هو r specifically Paul او سيانوز عشان هو شوك ده اي سبب سيانوز ده او 94% او كارديجونيك شوك او فلمونر ايديما السابلينجو او نيتريتز ها سي او بويزن هو سي او بويزن وقيله ام اي ده انت فضيع يعني انت بنتقم منه السابلينجو او نيتريتز عفكرة ممكن من الاسترس السابلينجو او نيتريتز متفق عليها وورلد ويتفاعتي ومكتوبة في الجايد لاينز وكروت مع انها ما بتأثرش على البسولوجي احنا عندنا قاعدة انه توقع كارديولوجي الحاجة اللي ما عندناش حاجة اسمه مجدد معي. احنا بندى ثريت منت افكتب. يعني يقصر لي عالفاسولوجيا يقصر لي عالمرتالي تريت. يصلح الفاسولوجيا او بيصلح المرتالي تريت. تمام? احنا النية تريت لا بتصلح المرتالي تريت ولا بتصلح الفاسولوجيا. بس فضية. فعشان كده احنا بنتديها واتخدمنا. فعشان كده لسه متمثليين بيه وبنحبها وهيطلع لها ان شاء الله بالله بعد كده فهنبقى ايه? هتبقى معي. السابلينجو ونية تريت بنتديها ازاي الورس الخمسة ميلي جرام ده الخمسة ميلي جرام ده حطه تحت لسانه ده ده و العيان جاي في الـ AR احنا في الفريستايد او في الشارع او في البيت او بيخد مناه CONSULTATION بالتليفون تمام؟ بنتدي له ايه؟ الورس تحت لسانه اورس في اورس في اورس ثلاث اقراس بين كل اورس والتاني خمس دقايب كلنا عموت بعد كده اللي هو عاية اثنين الاستروكة والبلابكس والموضوع ده بنتدي له العيانين بتوعنا البرتوكول بتاعه بما يرضي الله 600 ميلي جرام يعني ثمان تقراس ماشي؟ اول ما يعني يجيله الـ CHEST PIN التاب ياخد ثمان تقراس احنا في مصر بنتدي 300 بس مش عارفة ليه بس احنا بنعمل كده نا هم يعني هم علمونا ان هم بيتخاكم البيلنج و احنا وراهم بنتدي 300 لو العيان ايه؟ اه لو العيان مش داخل اسطرة انا مش عارفة هو بيكلمني في التالي لو مش هقوله اطلاع على مستشف كده اسطرة دلوقتي هدينه 600 لو هقوله اسطرة هدخله ايه؟ على 300 بس احنا حتى من قبل الاهرة بكعل قصات البيلنج 300 طيب الـ بتاع العيان جاي لنا عيان خلاص هو واصل عندنا المستشفى عملنا دي كلها عايزين بس يعني ياريتني في حتة العيان اللي جاي لك من بره هنسقاله خدت قصبسيد بره ولا لا لو قالك اه خلاص ما تديش تنك لان في ناس خد بره وياخد تاني للوقت ازال التوكيد يعني احنا الـ 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 بنعملها بايه؟ بالـ بالهيبارين بالهيبارين زمان قبل ما يطلع الكليكسان وانا تكليف كده كنا بنيدي الهيبارين طلع الكليكسان فبقينا بنستخدم ايه؟ الكليكسان بس هم هنا عشان الجاي والاساطر بتاع بيفرقوها بنعمل ايه؟ لو العيان ده في الاسطرع دلوقت ههبرينه بايه؟ بالـ البلدي بتاعنا اللي هو الامبول البيض الصغير ده او البلني الـ بديله ايه؟ سبعين لميت ميلي جرام بالكي جي يعني ماكسمم اربعة تلاف يونت اللي هو امبول حده على خمسة وديله مننا اربعة اربعة سنتي ده لو هتدخله ايه؟ اسطارة ما هتدخلهش اسطارة دلوقت بنشتغل بالكليكسان اغلب رعايتنا ما فياش اسطارة دلوقت فبنشتغل بالكليكسان ساكوتينيس يبقى العيان جاي لنا هو اول ما قاعدنا عملنا الـ اربعة حدات دولار وبعدين ادينا له ايه؟ امبول كليكسان على طول ماشي؟ ايه تلاتين ميلي جرام كليكسان اي بي اختلف فيها وقالول عليها في كذا مكان التلاتين ميلي جرام ترند طلع وماكملوش عليه ترند طلع من الفين وخمستاشر او حتى قبل الفين وخمستاشر كانوا بيدو تلاتين ميلي جرام اي بي كليكسان وبعدين يكمل بالتمانين يعني هي المفروض 1 ميلي جرام بي كي جي عادي احنا ماشينا على مضاع الثمانين ده وبعد كده ايه؟ ماكملوش عليه نانتيني فيش ايه انت بتشغل على الثمانين عام انا عن نفسي اما شوفها ايه اما ايه؟ انا شغل على الهبارين البلدي حتى لو مش داخل الاسطار لانه فعلا فيه ستادس كتيرة رجعت قالت ان الهبارين حتى تلاقيه في الاسطار لسه متمسكين قوي بالهبارين البلدي بتاعنا وفيه سنترز كتير بدأ اترجع على يعني تأمين صحي لو الدكتورة ريبه معنا فيه سنترز كتيره بدأ اترجع على الهبارين الانفلقشنية نعم بس احنا نعم بس احنا بس احنا خلينا مستخزمين بجايد جاينز ما ده اهنا ايه قالوا كده لي personal بس احنا كلمتين عن الاجرستات لانه بيتقال مع الاجرستات او هم أحد هنا بدي أجرستات؟ ها؟ أديته أجرستات؟ الأجرستات بنيستخدمه معايانين مين؟ معايانين الـ Non-ST Elevation MR كلنا عارفين عن ST Elevation MR بياخد Stryptokinase أو Alta Blase الـ Non-ST لو خد Stryptokinase أو خد Alta Blase فالبرونيتك سيرابي هيموت الـ Non-ST لو خد Alta Blase هيموت لأنها بتعمل ناس في جوه السرومبس نفسها فتأكلود الأرطري خالص فاتموت العين ماشي؟ يبقى Non-ST ما بياخدش الـ Strypto ولا Alta Blase بياخد حاجة جميلة اسمها هو شكل كيلوبيدو جريل بالضبط بس حقنا ماشي؟ معايانين بقى متدوز بيدهار ده الأكيوت phase management الأكيوت phase management عندنا بيتقسم للفيرست management و الـ intra hospital course management و management of complications و adjuvant therapy adjuvant therapy والPCR and adjuvant therapy treatment of complications احنا لسه في الأكيوت phase management خلص خلصنا في مرحلة وهو في الـ ER او هو لسه نخلينا الرعاية بتاعت ايه؟ الاربع اسبوسيد والـ Dynitra والسهرية دي الدكتورة قالت مورفين اه بندي مورفيا للعيان بندينه من كام؟ من ثلاثة لخمسة ومن اثنين لخمسة ميليجرام علشان ايه؟ نهدي الـ الـ بعد كده هناخد القرار احنا خلص هو دخل وإن بس تجيه وشفنا التوبغرافي وشفنا كل السراء اللي قلناها من الساعة عشر الصور عارفنا للعيان كده ايه؟ في S-T elevation M-I دلوقتي او حتى فنان S-T هندخل العيان اسطرة ولا هنديله فيفرينوليتك سيرابي ها انتو تختاروا ايه؟ حسب الـ حسب الـ صح كان فيه من كام سنة كده تريند اللي هم قالوا ايه؟ مش كل عيان M-I يدخل على سطر دلوقتي لأ احنا ندخل العيان المست سيريس ده يعاني البرادة يعاني مش عارف ايه؟ وكان فيه مدرسة تانية ماشية بالتوازي مع المدرسة دي انا كنت من تلاميذ المدرسة التانية اللي هي يعني تبعها الاصر العيني كلما كان بيقولك ايه؟ Every patient with M-I is for BCI تمام؟ Every patient with M-I is for angiography ونحطله ونعمله تماملها الـ BCI بعدك انا تبع دي وبقت هي دي الصخر دلوقتي بقت هو دا الصخر ليه؟ لأيه؟ عيان جاله M-I لازم هأسطره لازم مش هسيبه كانوا زمان يعملوا ايه؟ طب خلي العيان وإلكتب ورجع عامل له استضي ورجع عامل له ويعدي الشهرين على العيان في ان هو بيستضي يدخلوا أسطره ولا لا؟ ما تدخلوا صح؟ وده الحالي والجايدلاينز قالت Every M-I is for BCI فخلاص كلام اتقتل خلاص ماك طب اللي ما عندهمش بيستي ايه يعملوا ايه؟ يدوا فالترونيوليتك ثرة يبقى انا لو في سنتر ننقبل لقوليه ان انا ندخل العيان فور استنتنج دلوقتي أو حتى فالترونيانجل دلوقتي ادخلوا وعملوا ايه؟ من ضمن نطلع كده ثانية ونرجع تاني عشان ايه؟ نصح صح من ضمن الكروتوكول زي اللي قلت لحرارتكم براح ان احنا هنعملها الكروتوكول ايه؟ الاساطر صح؟ مش قلنا كده؟ احنا عملنا بقى عشان عين دولت عشان كلنا نشتغل اساطر عشان عين دولت العين اللي بيجي لك في الويندو تمام؟ جاي لك في اول 24 ساعة خلص مش هتدستريبتا انت ندخله على الاساطر على طول في ما يعرفش براي ماري بي سي اي ندخله على طول ماشي؟ مش هنقعد ايه؟ واتفقنا مع دكتور محمد ان شاء الله لما نعمل الاساطر عندكم هنا ومع كل الناس في ارحاء الجمهورية ان شاء الله هيبقى عندنا تيرشري سنتر للاساطر المستشفى دي مثلا هي السنتر بتاعة الاسطارة فيها الاسطارة وفيها اكتف تيم 24 ساعة فيه كونسلطانت موجود وسبشياليست موجود وصاب اسبشياليست موجود وريزدانتس موجودين مهمتنا ان احنا نعمل ايه؟ ندخل العام بتاع البراماري بي سي اي تمام؟ وغير مسموح احنا كاتبينها كده في المذكرة العرض والبرتكول غير مسموح لهذه المستشفى لهذا السنتر ان هو يقول نو قبلة بالبيت ما فيش الجملة دي فحضرتك هيبقى عندك اسطرة بيخدم عليها مبسوطا انت بالموضوع بيخدم عليها رعاية اتليست 12 سرير وعندك اكتف تيم معانا 24 ساعة مش هما هما عشان ما يفرهدوش ممكن ياسطروا عشر عينين في اليوم مش هما هما هيبقى مثلا انتو لحد الساعة اتنين الضهر وانتو لحد الساعة تمانية بالليل والجماعة الثانية يعني اللي مقطنين شفت الميسا ده هو والله هيتطحن لانهم هيجيلهم بالبرادماري اكتر تمام فعندنا يبقى عندنا عالق اقل في كله في المستشفى اللي هيكترش هيدي ان شاء الله هيبقى عندي تلاتة تيمز لازم يبقى اكتف وبيري كواليفايد هاي كواليفايد كمان ودول اللي هيشتغلوا الاساطر عشان كده والله هدقي الحق اعمل دبلومت البطنة عشان احنا محتاجينك فايه آآ يبقى عندنا الناس دي شغالة وهندخل ولن تقول ابدا ان انا ايه نو ابيلابل بيتز ميبقى عندك البيتز وعندك كل حال واحنا اللي هنشتغل ايه مش هنجيب حد يشتغل من ده ماشي طبعا يبقى احنا واشنا بنعالج العيان ده هو فعندنا ايه يا ايه الما بي سي اي يا اما في على حسب ما قلتش ايه ابيلابل لينا طب ابيلابل دي بنحكمها ازاي ممكن يبقى في عيان في راس البر بعض ربع ساعة تلت ساعة من هنا مستاش في راس البر ما عندهاش اسطرة اقوم انا اقول له خلاص بديله في احاوله على هنا تمام امتى ليها شروط اه ليها شروط عندنا شروط العيان اللي هيدخل اسطرة عندنا حاجة اسمها اللي هي العيان بيدفل من الدور من اول ما دخل المستشفى بيقولكو عنده تشيستبين لحد ما دخلناه الكاس لاب على التربيزة هنقصدره سيكستين منت تستين دقيقه فقط لو احنا عارفين ان العيان بتاعنا ايجي من راس البره لحد هنا في تلت ساعة وهيدخل والاكتف تيم قاعدين هينزيله بسرعة في ستين دقائر يبقى احنا هندخله وهناعمله حاجة اسمها برايماري بي سي ايه ايه اوه نحضره ازاي فيها اه اه ايه بقى الانفوشن كوبر اه مش عادي كده ترديد رب عديد ايه بيجاب هاينا مش عادي مش عادي تمام؟ قال لك ان الـ primary PCID بتقلل mortality rate 30% هناكي zero but tire ما عرفش كده الـ primary PCR بتقلل mortality rate 30% عشان كده هي مهمة يعني لو عندنا متعيان هيموتوا تمام؟ انقذنا حياة 30 منهم فده حاجة كويسة عشان كده الـ primary PCID مهمة بقى 30% طيب لو انا انا قابلة بولية ان انا قدي ان انا ادخل الـ PCID دلوقتي حاجة على بعض ساعة مص مننا قال لك ادينه streptokines او فيبرللتك سيرابي الناس بتشتغل بالقالتابليز دلوقتي ادينه التابليز او streptokines المتوفر عندنا ماشي وحضره ان انت تنقله خلال تسعين دقيقة ماشي؟ بالذات لو الـ strept ده فيه انت ممكن تبدي تمام؟ والـ strept ده ايه؟ ما يشغلش على العيان يبقى خلال تسعين دقيقة هنقله فيما يعرف به الـ rescue PCI المنقذة انا ادتلي العيان الـ primer دي العلاج الوحيد اللي عملناه للعيان هو ده طيب الـ rescue ما عنديش الـ يبقى نقله خلال تسعين دقيقة من الـ بي سي ايه كانوا قبل كده بيعملو حاجة اسمها و لعبوها ما مالهاش لازمة كانوا بيدوا ايه؟ بيدوا حقنة strept او half dose strept half dose يزدين نصف قبل الـ strept وايه؟ ويدخلوا على الاسطرة هو بيدي الـ half dose ايه؟ ما انتقولين ان احنا لما لدي الـ half dose هتسيح الجنطة فنخش ماسطر اسهل لو انا بتعلي risk of bleeding ومش مفيدة للعيان ما بلغيرش المورتالي ريت في حاجة تمام؟ فلابوها الـ elective الـ elective اللي احنا بنعملها بمزاجنا زي الـ elective عشان كده الـ 6 حامل ونقعد نتابعها ومش عارف ايه لحد ما نحدد لها ديت ونفتحها قبل ما تدخل في الـ labor هنا عندنا العيان خلاص حصله ايه؟ وخلاص ومزد مننا احنا لو فعلنا بروتوكول المفروض ما يبقاش في حد مزد بس في عيان ممكن يبقى مزد اه انتيريو ما عارفش اه انتيريو وتأخر انا قاد يا حاجة الـ elective احنا بقى بنجيب العيان ونعملوا بيابيليت تمام؟ اه ندخلوا بيابيليت استاضي نشوف هيستفيد من الدعامة ولا مش هيستفيد وندخلوا في الوقت اللي احنا ايه؟ نحدده بس وكده كده بيكون عدل acute phase دي انواع الـ BCI's اللي بنستخدمها اهم اتنين ودي اللي هنشتغل على عيان المفروض كل بتاعنا ان شاء الله احنا في مرحلة الاعداد فيه دلوقتي فانتو شو ادحلكم البديل بتاعها الـ risk team تمام؟ اه لو بقى غير متاح خالص الـ BCI تمام؟ نعمل ايه بقى؟ هنضطر نيدي مية الفاكر رينوليتك سيرابي بيضل التابلات في امريكا وبيقولوا ان الـ استريبتو كاينيز عندهم بقى هستريكا ما بيستخدمونه تاريخ بس بيقولوا هم برضو اللي بيقولوا ان الـ world wide الاستريبتو كاينيز is still used يعني مش عندنا في مصري بس كل العالم حتى في انجلترا يستخدموا الاستريبتو كاينيز بس طبعا مش كتير زي عندنا هم؟ عافين كلنا الاستريبتو والإنديكيشنز والكونترا انديكيشنز بتاعكم هنتكلم بس في الـ كونترا انديكيشنز على حتة صغيرة في الاستريبتو كاينيز او في الـ الاتنين زي بعض امتى ما تديش العيان استريبتو كاينيز امتى ما تديش العيان اللي عنده استروك استروك تمام؟ كانوا زمان بيقولوا ايه؟ اقل من سنة دلوقتي ستة شهور يعني عيان داله استروك من سنة كان زمان يقولوا خلي العيان سنة لا دلوقتي ستة شهور يبقى عيان الاستروك ممكن اديله خلال ستة شهور بعد ستة شهور يعني العيان اللي واخد استريبت اقل من شهرين واخد اول مبارح مادلوش النهاردة. واخد من شهرين مادلوش النهاردة. يقفل الشهرين امقديله بعدان. عشان ايه? الهايبرسنتيبت. عيان لو نقطة. نقطة واحدة. ما ياخدش خالص. نزق مرة ينزق بعد كده. يبقى ايه? ما ياخدش خالص. دي العين اللي هو ايه? ماشي كده? بس. دي الحاجة المهمة ايه فين? الايج. 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 اتفاهنا. البست اوبرا تملأ. ها? قلت شغور ايه? عمل كولوش تنمية او عام. لا لا لا. خلاص عادي. لا ياخد. ياخد عادي. مش مشكلة. ياخد. ياخد خلاص. هم الابريشن بيقولو بعد سري ويكس. بس احنا يعني بتطول هده شوية لانه بتطول. يعني لأ اتخافي بلو. شمام? اا كنت اقول حاجة بس في الموضوع ده. ضاعت. الايج. الايج مع الستريب عشان الناس تشوف. اللي عنده سبعين سنة لأ مش هندي عشان هو سبعين سنة. لا. الايج. اش هاضر. الايج خمسة وسبعين سبعين سنة. الريلاتيف كونترا انديكيشن. يعني عالي من خمسة وسبعين ادي. ايا انا كان حتى ريسكي فاكل. خمسة وسبعين سنة. الريلاتيف كونترا انديكيشن. الريلاتيف. انت بتقيم حالة العين. لو خمسة وسبعين سنة. والطروك ده من ستة شهر. بلاش. عشان ده هيفارفر مننا. خمسة وسبعين سنة. وديابتكو ده don't control do Psychology. وهي الباقا المáriزة والكلام ده كله. بقى ما تديش ببدا. حاول تدخله بقىBCI ولا تتصرف معاني. ماشي? ماشي? اتع Curtin اه كان في حيطة ببدا في الايج جو. مش مائ يا باقل ايج شخصي. ايه ايه الاجو per Mcanne كالترا encontramos اكلمي Holliga Asp Dannerina و اهلاخ لخلاص اصطر اصلنا لعيام OFF causeмен اهلاخ لتصرف мяс Columbus والاعيان بقى كويس. نعمل ايه خلاص كده. في ناس ب���طا اصطر العيان و ايه? وتقول لك ما تجدلوش. كان فيه قصينا عندك. ما تجدلوش انت سكيميك ميجرس. لا خلاص. هو انت اصطرته او فتحت. بس ممكن يكون فيه ازهر ليه جنز اصغر. ممكن الستنتي دي نفسها هتتقفل تاني. فاحنا محتاجين برضو. هنمشيه برضو. على الاسبوسيب وهنمشيه على البيلابكس وهتخصر في ناقة دلوقتي حالا. تمام? وهنمشيه على البيتابلوكرس. عادي جدا. تمام? هتقوم الخناقة. نمشي البيلابكس لحد ايه? بعد الاسطرة. صح? شهرين. شهرين. هي كانت سنة. ليه? عيالين معينين. تمام? بعد كي خلوه ست شهور. بعدين تلات شهور. بعدين هما شهورين. الا لو العيان بحاجة. فهنضطر نكمل لست شهور. او العيان بكت. هنستخدم معه الدراج اليوتنج ستن. وحتى للوقتي باقتين خلاص مع كل الناس باقدر يستخدمونا الدراج اليوتنج. تمام? هنستخدم البلابكس فقط. البلابكس فقط اطول شوية مع الدراج اليوتنج ستن. تمام? في عيانين عشان مشتغل الاساسي ان شاء الله. في عيانين هاي ريسك ايه? 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 ايه في عندهم? بعد اسبوع تلقى العيان جارب بيه ماي تاني. مين العيانين دولت? العيانين عندهم لونج ليجن. لونج ليجن. اكتر من خمسة وشر ميلي. لونج ليجن. ده بيبقى عرضة ان هو يتقفل. العيانين اللي عندهم اوبرلاب دستنت. بيركب اللستنت. انا كان عامي كده الله يرحمه. حطوله كان ليجن تاتة وعشرين ميلي. فعطول واحدة سبعتاشر واحدة ايه? ايه? مش عارف تمانية ولا ايه عليها. فعملوه اوبرلاب دستنت. بعد اسبوع بالضبط قفل. تمام? يبقى الاوبرلاب دستنت اللونج ليجن. تمام? العيان اللي هو اه اه العين متوقع فيهم برضو ان هي ايه? اللستنت تتقفل. ماشي? فيبقى دول عيانين اللي عاملهم وايه? واقلق عليهم. اكلمه كتير واوصح من عليهم. خلصنا كده? بقى لنا ايه? في الاجروب انت تصيروا ببقى الكلام اللي انتوا ععطينه. خلاص مش هنقول عليه بقى والدوست والبتاع انتوا عارفينها كلها كلها كلها. مانشو انتوا بقى رسميس اللي بتحصل. هارت فيليل. اه العيان البوست سي بي ار. العيان البوست سي بي ار. ما ياخدش سي بي ار. عيان جايلنا بستي اليفيشن دلوقتي. عنا ما طلعنا الرعاية فاشتغلنا عليه سي بي ار. بعد ما فقوا فكوا وحلوا وطلعوا منتعش يعني وبكلمنا وكل حاجة. خلاص بقى مش هددله استريكت. تمام? ليه? طول السي بي ار بيعمل بريكارديا تروما. بتعمل بريكارديا لو ديت استريكتا هتأمله بريكارديا فهنموزه. فده مش همدينه. لذلك اول خطوة بنعملها. فعينين اه الاستي اليفيشن او عين الاكيب كوليني سندروم. اللي هاسحب معامل. قبل ما يقارست منا. اللي هاسحب معامل عشان تبقى عارف هو العيان كان ايه. السي بي ار بيعلي الكاردياك انزيم حتى التروكونينز بتاع له. تمام? طب مش هينفع. لو انا عملت السي بي ار مش همف مش. العيان داخلي ياهو لسه. وما عملتلوش يعني اي اي خالص ولا مش هفتوا لعملت اي حاجة. لو قرست مني وعملت سي بي ار مش هعرف هو كان ايه قبل كده. فعلى طالب ما ننشأهو كاني لو نسحب مين? نسحب الانزيمز. عندنا تلك كلمات لسه? اسبور. تلك كلمات. معلش. 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 من العيان اللي بنعمله ارجنت كابتش. اللي بنعمله ارجنت كابتش. يعني اي ارجنت كابتش? وانا في الاصر العياني كانوا بيعملو كده. يدخلوا اصطروا العيان ويطلعوا يروح مكلمين الكاردوسولاسك قدامنا. كنا احنا اسم تاتة وعشرين وهم اربعة وعشرين. كوشنا على طول. هي كتور اقل من مساحة الباب ده. ليه بقى? تأصطر العيان وراح مكلم الكاردوسول معلوش حاجة ولا حط استنتات ولا اي حاجة. ليه? طلع العيان هاي ريسك. يطلع ليه في مين ديزيز? يطلع سري بيزنز ديزيز. تمام? وبقية الموضة اللي طلع دلها كزا سنة اللي يعاني عن سري بيزنز ديزيز. او فور او فايف. ويركبوله دعمات دعمات دعمات. وكل ما يركب دعمات زيادة كل ما العيان يقفل بعد شوية اكتر. بعد سنة اللي جعلنا الدهوة الاكتر. خلق يعني هو احنا مش اعلم من الناس اللي عامل في الكلام ده. وهم عامل استاذيز على نئات الالاف من المرضى. ولقوا من سري بيزنز ديزيز. يبقى فور كابتش. تمام? يبقى سري بيزنز ديزيز. والليفت من ديزيز. يعني او او انا عنده خلاص ومش عارفين نحط فيها ستن. هنموت نفسينا بقى? خلاص. تمام? تمام. انا دي حطة عليكم كده في حتة كالتها منكم وانتو ماخدتوش بقى لكم. ها? ايه? اللي هي ايه? خدنا بقى لنا اصنعان وانش شايفين? الانزايمز. في سواني. 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 طب انا بيقى. انت عشان انا ببقى. في سواني. الانزايمز. احنا كلنا شغالين السي كي ايم بي والتروبونين. ايه. تمام? السي كي ايم بي بقى الهيستوريك اللي عندنا كلنا خلاص. انا ما حدش بقى بيعمل سي كي ايم بي وبتاع. بقى كلنا بنعمل بتروبونين. ونشوفوا الاول كان اه كواليتيتف بوصف او نيجاتيف. دلوقتي بقى كوانتيتيتف عدد ويحط لك المعمل النورمال بتاعه والكلام والسهرية دي. ماشي? ماشي. ده حلو شغال ومكمل معنا سنتين ثلاثة كمان جايين. امريكا ما عملوش كده. قال لك حتى بتروبونين اي بتاعك وده اللي انتو بتعملوه يا دول اي كلام. بقى هستوريك اللي عندنا. وعملوه حاجة اسمها هاي سينسيتيف تكنيك او هاي سينسيتيف تروبونين سي اسي. ايه هاي سينسيتيف تروبونين سي اسي. انا كتبتها هنا عشان هي. اه. كتبتها هنا عشان هي مكتوبة في تجاية داينز الجديدة. ومدان كتب تفجاية داينز كل الناس هتبدأ تعملها وهيدول اجهزة ويبدأوا يشتغلوها. فاحنا لازم نبقى عارفين الموضوع قبل ما نتفجئ به. الهاي سينسي في تروبونين سي اسي. لقوا فيه تروبونين غير الاي في الكاردياك مصر. هي الكاردياك مصر هي فيها تلاتة انواع اي و سي وايه. فلقوا ان في اي و سي و جي. فلقوا ان في ايه تروبونين سي دا بيطلع مولوكيولز كده. اول ما يحصل الانجري تطلع له. احنا عنده مشكلة تروبونين اي ان هو بيقعد ايه? ممكن صح قده ستة ساعات. ايه سي كان بيو التروبونين ايه. ممكن يعودوا لحد ست ساعاتا ما يبقوا مصر او نشوفهم. لأ التروبونين سي فيه كاركتر كده. في مولوكيولز بتتأول ما يحصل الانجري مهما كان بسيط تبقى ريليز دا على طول. عايزة يعني تركيز شوية معاها. حاجة حتسة شوية عشان تلقطها. فعملوها تكنيك اسمها. ده ما اقول التروبونين سي فقط. عشان انا شفت عندنا هنا وفيه ناس قالولي في كزا مكان ان احنا بنحب طبعا ايه نضحك على نفسنا ونجود ونفق فلوس. فعملو المعامل عندنا بتكتب هاي سي سي تروبونين اي. مفيش الكلام. ده بتوع اللي عملوه قالو سي. احنا بنجود. بنضحك على نفسنا. فمفيش. هو تروبونين سي. ايه فرقو عن التروبونين اللي عادي بتاعنا? بتعمل ازاي? ايه? اول ما العيان جالك اهو. في الزيلو او ربو. دخل سحبنالو هاي سي 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 نزلناها المعامل. المعامل قال لنا ايه? يبقى خلاص واتعامل على كده. قال لنا نيجا تب. تمام? نروح احنا قاعدين. مستنيين على دقيقة على العيان? تلت ساعات. لأ ما ستة يبقى زي بتاعنا. مستنيين تلت ساعات. ماشي? ونعيده تاني. طلع شكرا. بقى اما هاي وانا تعمل على ذلك. طلع نيجا تب. نستنى كمان ساعة. ساعة واحدة. تمام? ونسحبه تاني. طلع بوستف بقى خلاص اما اي. طلع بقى مش اما اي وخلاص بروحه. يبقى بيطلع مفروض بيطلع من اولها. من اول ما نشوف. طلع بوستف خلاص. طلع نيجا تب تلات ساعات. طلع بوستف ماشي. طلع نيجا تب بعد تلات ساعات نستنى ساعة واحدة. وبعدها اي. خلاص. ماشي? دي الحتة اللي في الجديدة اللي حبينا نقولها. يبقى احنا كده قلنا وقلنا 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 وكل الكلام. ما قلناش دراكز بقى لانه هربكوا ايه عارفينها. اخر سؤال. نوات ودوست ريس اي سي جي. ريديو اكتف دي اكتف استاضي. سيتي كروني انجيوغرافي. اناظر بي سي اي. اناظر بي سي اي لو تقفلت الاولانية. اللي ستنت الاولانية وقلناها. تمام? طلع يجي العيانين ما نفسته بتاعه. وقت لاي برضو انزامزة عالية وكده. او مجرد بعد الاسطرة ده انت تقصر العيان تاني. تمام? عشان هو موضة. حد هنا بيطلب سيتي انجيو او بيطلب منه سيتي انجيو? ده كويس. ايه سيتي انجيوغرافي. سيتي كروني انجيو. بيعملوه. الاساسا السيتي كروني انجيو ده هو بيصنف على انه هو مودريك تيست. فور مودريك اور لو كيسز. مودريك ريسك فور اه مودريك اه جروبابيليتي اور لو كروبابيليتي كيسز. او السيتي بتاعته حقا كده في الستينات. الاتنين. او انا سيتيف ولا سبيسيفك. بيخشوا ويدوروا على الكوروني رزدية فيها بلايكس او لا. مشكلة سيتي انجيو عشان هو عندنا هناك في بنيسويف موضة موضة وبيتدخل عيانين فيه وهو مالوش اي تلاتين لازمة. بيعملو في ايه? بيعملو في ايه? بيدوروا على البلايكس. بس دي هم شرط. ان البلايكس دي بكون كالسيفايد. او دوروا على الكالسيفيكيشنز. والكالسيفيكيشنز الواحدة تاخد سكور عالي في السيتي انجيو. تمام? طب والنبي لو العيان عنده كالسيفايد بلايك. احنا نخاف منها ليه? ما كالسيفايد بلايك? الف وحمد وشكر لك يا رب. اهي رأده مرزية في البتاع زي ما. ولا هتتعور ولا هيحصل لها ولا هجيبس رومبس ولا هكي. كل اللي بتعمله ان هي بتضيق مجرى الدم. وربنا بيتلع له كلها ترنزي مكانها. فشكرا. فانا ادور ليه على كالسيفيكيشن. وتبقى هي من كورنر ستون بتاعي في الموضوع. ليه? وعشان كده هو تست ضعيف. فبليس ما نطلبوش قبل. لو انت دلوقتي بقى تامن. لو ما طالعا كان ارفض شوية. دلوقتي تامنه تقريبا زي تامن السليم استضي. السليم استضي. يعني لك السليم استضي عموما استضي عموما استضي. كمان حركة هتدخولي هتقصر العيان هتشوفي هي هو كورنر سليمة ولا لا? ممكن ما تقصرهش وعملي سليم هيقولك اسكميك ولا لا? تمام? هتحتاجي الاسطرة بعد كده بس احنا بنقول استضي واحنا بندور على هو اسكميك او نوم. تمام? فا اه ان احنا نعمل العيان الهاي ريسك. نعمله سالية مستضي. لو ريسك بنبتدي معاه بالسترس اي سي جين. طبعا الايكو ده ثبت معنا في الجميع. بنبتدي معاه فيه الاسترس اي سي جين. هنطلو بسترس العيان اللو. طلع بطف خير. طلع نيجة يبقى خيرين. هيروح بقراسة. ماشي? ماشي. الموضل اللي كانت طلعة بتاع خلاص اخر كلمة. الموضل اللي كانت طلعة بتاع اعمل الدياجنوستيك كوروناي انجيو. وبعد كده دخل العيان اعمل له ايه السراقية هم ليه بيعملوا كده? عشان ياخدوا فلوس بس. لكن العلم وما يرضي الله ان انا بدخل العيان. مدام دخلت وهابرينت ودخلت بالواير ودخلنا البتاع. وعملنا الدياجنوستيك. ما يحتاج دعامة اخطها له. ما تطلعش. وتطلع على انت روحه. وترجع تعمل كل ده تاني. علشان تحط له الدعامة. لما انت كنت جوه الشريان طلعت ليه? صح? يبقى الصح والصح وصح دينيا وصح كل حاجة ان احنا بالقط نفس الوقت. دلوقتي طلع قرار بيها انه ممنوع يعني قرار من الوزيرة. هي عمنا القرار ده بيها ده ازال شوك. ممنوع دياجنوستيك. ثم سيرابيوتيك. انت اشتغل سيرابيوتيك على طول. ايه يوجه عالبنا يعني? ويا ريت بيوجه عالبنا احنا. احنا بنهدر موارد. وبنتعب وبنشغل كم كزا مرة. هم مبسطين الناس اللي بيعملوا كده عشان بياخدوا فلوس. بس بنعرض العيان لريسك الاسطرة ممكن جدا. نقصر رعيان ونفتح للكورونا لي ونقفله مين? السيرابرال. هم? فحرام علينا. على ذكر السيرابرال عشان هو خلاص ده مهدومه ماشي. على ذكر السيرابرال. كنا لما في الاسطر يعني فرأسر الزيتم بيشتغلوا ازاي? والكتب بتكتب. عشان انا بقول لكم الكلام ده عشان ان شاء الله تفتكروني بعد سنة من دلوقتي او سنتنا متى تعمل الاسطرة. اللي يعني اللي افتكرني يدعيلي واللي ما يفتكرمش خلاصة. وما حدش يدع علي. في الاسطرة ان شاء الله بعد كده. اه البرتوكول الصح اللي الكتاب بيكتبه واللي اساتياتنا بيشتغلوا بيه. ان انا لازم ادي حقنا في الكاروتين. اول ما بيبدأوا. قبل ما يقصر الكوروناريس بيدي حقنا فين? يبص الاول عب كاروتين. ليه? عشان لو الكاروتين ده ديزيز. بالمرة وهو شغال بيجيب واحد بتاع كاروتين يحط فيه استنت او هو بتاع الكاروتين لو بيعرف حط استنت في الكاروتين. عندله الطرق اسامبل يبدأ يعني ابويا الروحي اللي متبنينة في الكارديولوجي. كان رابقي بيقصر كاروتين عايزة. يحط استنت كاروتين واستنت كوروناريس. حلو ياه. طالع العام يا في النمية سالين. ليه لأ? ليه بقى? لان انت لو استرت الكاروتين والسيبت الكاروتين ممكن الكاروتد ده يجيب له سطروك بعد شوية. فبالمرر. صح? فاحنا كده فلسطينتا عندنا كلمة هنا. الكلمة الاولى ما فيش حاجة زينا عدى ايجنوستك سلمة سيرابيوتك. هي سيرابيوتك مرة واحدة. الكلمة التانية يعني ربنا يقيم كلها. يشتغلوا قسطرة بعد كده. وهتشتغلوا كلكم ان شاء الله. حقنا في الكاروتد قبل من قسطر من الكورونايزم. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. معلش ما تزعلوش مني يا جماعة ان انا بطول. بس والله لازم الكلام يتقال.